جمعها كل يوم لك وعد مقسوم من مموم الله رافعها أقبل أقبل شهر صامنا سنجفت مضاجعها حيا حيا يا مه بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساكم مشاهدين قناة أمرقاب رحب نرحب بكون رحب بضيوفنا الليلة الشاعر سعد آل بريك الدوسري والشاعر راشد الضبان اليامي والمنشدين بندر اعتابي وطلاب المرشدي والشاعر أحمد فهد والشاعر شباب البقمي أهلا وسهلا بكم والله يحييكم من؟ استانستكم جيد ورحمة الله السهلاء ورحمة الله يحييكم أعزائي المشاهدين ومثل ما بدها بوفون وعرب ضيوفنا نمسيكم بالخير ونجدد التحية لكم أنتم مشاهدي الكرام في استراحة المرقاة في استراحتنا لا خطوط حمراء إلا ما مدد طبعا ولا أيضا على رحيتنا ضيوفنا على رحيتنا من جه الآخر لضيفنا في استراحة المرقاة تجدونه معنا في استراحة المرقاة كنا معكم في الأيام الماضية وكنتم معنا في هل استراحة عبر الحاشتاغ وعمبر موقع التواصل الاجتماعي أيام كانت مليئة بالشعر والإنشات وأيضا طلعنا كثيرا على خصائص مواقع التواصل الاجتماعي نجومها أيضا كانوا معنا في استراحة المرقاب هذا المساء بدأ الحلقة بوفون بوفون عرف بشكل سريع يعني بوفون أسرع تقديم وأسرع تقديم للحلقة والضيوف كان من نجمنا بوفون بوفون السعودي ميسي بخير وميسي أيضا قبل ذلك والتعريف بضيوفنا الأستاذ وأيضا المتألق دائما من درعته بحيك ربنا مساك الله بالخير بوفون مساك الله بالخير ضيوفنا الكرام مساك الله بالخير نجم أنت عرفت بهم ألعرفت بنفسك نجم السناب المميز بوفون حيك الله معنا وأنت حطيتنا منشدين جزاك الله خير عسان إن شاء الله شلاتنا جميلة شي لا تأخرج حلقة بشربة لكن نقدم لك عرض مفتوح أنك تكون مذيع في قناة المرقاب لا ما شرفني بلا أكس لا لا أنا أشوف أطمح للشي هذا أبو نايف أبو المشين يعني شفت أنت تقديم بسرعة وشفت أمور بسرعة مرة مقبول باللي في لاحظة يا بوفون قلنا لها قول ما نعرب ضيوفنا يعني الشيء اللي في الذمة نبري خصوصا في رمضان أنت ممتاز في السناب ممتاز في مجالك لكن التقديم فمشي ميتين الناس بعالم السرعة يبون شيء معلك منه عرض مفتوح تكون مذيع معنا معلك رحب شعر المميز والمبدع سعدة البراكة الدوسري مرحبا مرحبا يا بوفون أبو نايف أنت وباقي يا مرحب أشعراء والعلامين والنجم والسناب والمشاهدين شرفتنا يا بوفون سارة طول عمرك هل ينتشرف فيكم الله يحييك وكذلك شعرنا راشد بن ضبان اليام مساك الله بالخير رحيسيك الرضا والحافظ يا بوفون كل عام يا مرحب يا راشد والسناب طيبين إن شاء الله يبقيك أحمد فهد شعرنا حياك الله يا أحمد مرحبا يا بنايف ومسي عليك ومسي على طلال والمشاهدين والحضور والله يوفقنا ما يحب يرضي ما رحب ومسهلة الشاعر شباب اللي بقمي حياك الله وشرفتنا أبقاك الله يا بنايف والله يسلم يسلم الزملاء النخبة إن شاء الله نقدم معهم ما يرضي المستمعي إن شاء الله بوفون السعودي والله أنا ما سميت السمالية متابعيني في السناب سموني بعد ما شافون فيه شبه في الحارس حارس يوفنتس الإيطالي بوفون أحلى يا إيطالي هو إيطالي وانا السعودي الله الله حسنك يعني ترزك في بوفون شوية من عشانا جميل شوية أنت عادلات علم حد يا طلال أنا أشوف إنه أزيب من بوفون بوفون الله يزينه ما عرف بوفون من طبعا قبل ما ندخل من الأسماء أيضا في السناب شات وعالم السناب شات له جمهور له رسائلها الهادفة بنكون معكم أيضا مع شعرائنا الكثير وكثير من الأمور بنتكلم فيها أثناء الساعتين القادمة أول يمكن أن نبدأ من يمينة مع الشاعر ساعد البرايك الدوسري من الشعراء اللي يزينه لنا في الساحة الشعرية أيضا ودي أسألك الساعد في البداية أنا شفت لك تغريدة عن مبادرون الحرب أو عن الشعر يتجي إلى رسالة أخرى أبو أخي تكلمني عن مبادر العرب اللي مقر القاهرة توقع لا لا اللي وين لا ما لها مقرر الآن لكن كان المبادر الأول للمبادرة في القاهرة في القاهرة وحدثنا عن رسالة الشعر تنتجي بشكلها أكيد أكيد أول شيء شكرا على أطرائك وأتمنى فعلا أن يا مرحب أن أسألك نحس أن أظن أنت هو الجمهور وسعيد أني أطل عبر شاشة المرقاب بعد الفترة الطويلة من انقطاع الإعلام المرقاب عزيزة علينا وعزيز الغوان إن شاء الله نقدم ما يرضيكم ما يرضي الجمهور بالنسبة لمبادرة الشعراء العرب هي على اسمها كانت انطلقت فكرة فكرة مبادرة لدعم شاعر تعرض للقمع وظلم والسجن طبعا بسبب مواقفة عروبية وشاعر أحوازي كان معنى فيها بعد ما تم سجنه لأنه طبعا ناصر القضية العربية ناصر عاصفة الحزم وألقى قصائد في الملك سلمان الله يحظه فانطلقت المبادرة حاولنا بقدر المستطاع أن نأثر في الرأي العام علشان يتم طلق صراحة الحمد لله رب العالمين أثمرت الجهود تم طلق صراحة ووقفنا مع الوقفة التي تبيض وجيهنا عند الله سبحانه وتعالى ثم عنده وعند محبين الشعر بعدها عاد بدأة الفكرة تتكون لماذا لا نكون لنا قوة كشعراء تكون منطلق لدعمنا بعضنا البعض طبعا ما هو دعم الشعراء فقط دعم أي مناصرة طبعا القضايا الإسلامية والقضايا العربية هذا الشعر كان شعراء فقط نعم دخل فيه صعب أننا الفكرة كانت من الشعراء لكن موجود فيها إعلاميين فيها كتاب فيها مؤلفين قصص المجال مفتوح يعني بس الطلاقة كانت من الشعراء نعم وما زال أساسها الشعراء لكن المجال مفتوح لأن الشاعر الواحدة ما يقدر يسوي شيء يعني أنا كشاعر محتاج الإعلامي محتاج الكاتب محتاج المسؤول بس أنه الفكرة أنه تجمع شعري طبعا الشعر قضية لازم يكون لها قضية لازم يكون لها حدف يعني ما ما يكون بس هدفه مجرد الدعم كيف هلا الدعم لا أنت تقول كذا يعني ما أدى والله ما من مخابينا وقدنا دواس القاهرة والروحات والجيات والله كلها بدعم ذاتي ونتأمل فعلا أن نجد الجهة التي ما تفرض علينا أراعها وأفكارها تدعمنا لإيمانها بسموه الفكرة وطبعا الأول من الحفظة للحقوق طبعا أول الفكرة انطلقت عن من الشاعر البحريني لا في الضفيل واجتمعنا حنا إلى أن كونا المبادرة المبادرة الآن قاعدة تمشي بشكل سليم قاعدة تحقق نجاحات الحمد لله رب العالمين طبعا كان الملتقى الأول في القاهرة صراحة تفاجأنا من الضجة اللي حصلناه هناك في القاهرة ومن التواجد الإعلامي ومن التواجد المسؤولين ومن التواجد هذا دليل على أن المبادرة يعني قدرت توجد لنفسها كانت فيه وراق عمل في القاهرة نعم نعم يابل دعونا كتاب الاتحاد كتاب العرب المصريين طبعا من أقدم الاتحادات يزمون الصحف كبيرة قنوات يزمون المسؤولين هناك احتفاء بنوة وإيمانهم بالفكرة وبسموها ممتاز طيب فيه اجتماعات دورية لكم محددة الفكرة لسه لسنة تقريبا لكن فكرة الاجتماعات وفكرة تأسيس القاعدة الإدارية ذا قاعدة على شطالة على قدر كان عندكم قضية الشاعر من الأحواز الآن إشه القضية اللي أنتم تعملون عليها ما في قضية ما لازم يكون في قضية الأهم شيء أن يكون فيه فكرة نعمل هو أنتم الآن تشكيل نعم تشكيل لا فيه أنشطة نحن تلقينا دعوة من جهة الماثل في المغرب يعني للملتقة وطرح الأفكار وتبادلها مغرس يا سعدة ومغرب مصر سجيني معكم في المبادر العرب والله يشرفنا المجال محتوح لكل مبدع يبي المغرب ترامي شغلنا يبي إجازة يبراح المغرب خطي يا أبو نائش يستهل طلاب أعطي إجازة طيب لا أنا في المبادرون ما دم فيه لده بره أبرك الساعات أنتم باقي الأخوات طيب أيش الشروط مثلا للإنضمام لكم؟ هل يسرط أن يكون شاعر؟ عمش أن يكون فاعل يعني فيه ناس بس يبون ينضمون رجل فأس لكلف الشيء يعني طلال يبي ينضم بس ما ندري شو والله ما ندري إيش الهدف لا 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 بيكون عنصر فعال ونصر فعال جدا الله يحيي يكون تشرف فيك السلام يا أبو أرجع لشاعرنا راشد من ضبان راشد أنا القصائد اللي سمعتها القصائد شاعر شاعر بما تعني الكلمة هو شاعر متمكن ليش الغياب هذا عن الإعلام؟ وعن المسابقات اللي تقام للشاعر أول شيء أمس عليكم جميعا بالخير وأشكركم على الدعوة والله منايف انقطاعي عن الساحة أنا بين فترة وفترة بعض الناس يقول ظروف شخصية وفعلا يمكن جوز بتعاد الشاعر عن الساحة يكون لظروف لكن أنا والله القناعة ماشي قناعتك؟ ما تبغى العلام؟ الإعلام كلنا يبحث عن الإعلام مهم مسألة ما تبغى على الإعلام أشوف فيه زحمة شوي وفيه زاد فاضل معه للطحيم مثل ما يقولون قلنا بنطف في النور شوي لين نطلع في الوقت المناصر أرحب الله وسهلا أحمد فهد أحمد فهد تسمي أبوناي تسمي أدوك في الأون الأخير أحمد فهد أصبح شاعر مميز وأصبح يلقى بشاعر البيتين أنا أعرف عرفت أحمد فهد من صفوف المحاورة وكنت من ضمن أصفوف إيش اللي خلاكت تجه لي شعر النظم وأنت ابن المحاورة ليه ما اتجهت للمحاورة وأنت ابن أصفوف ليش جيت على شعر النظم تركت أصفوف المحاورة وتركت بسم الله والصلاة والسلام يا رسول الله الله يمسيكم بالخير يمسي مشاهدينا بالخير الحمد لله أني ما طرعت من دائرة الشعر من محاورة النظم كلها إن شاء الله أنها تكمل بعض لكن شفت أن عندي الموحبة هذا اللي هي الشعر النظم والإبداع في الشعر المكتوب ووفقني الله الحمد لله أبو ابتعادي عن صفوف المحاورة لأمور خاصة هي اللي منعاتني ولا زالت الهوهس عندي ولازم أتابعها للمحاورة ليش ما رحت للمحاورة وأنت تعرف تفاصيل المحاورة تعرف شعراءها تعرف صفوفها صف صف تعرف ليش ما اتجهت للمحاورة هل فيه شيء تكره في المحاورة تقومها بيتجه للمجال هذا عشان فيها كذا ولا هي والله يا ابو نايف قلت لك قبل ظروف خاصة وأقدر أنا ألعب في صفوف المحاورة هو لا يعب الشعر بعد محاورة أنا أقول ليش ما اتجهت لك ليه ما كنت شاعر محاورة لأنه أنت ابن البيئة ابن الميدان ابن الملحب يا ابو نايف يمكن يمكن زملائي اللي معي يوافقوني يرى هذا المحاورة الألوانية الأخيرة هذه ما عاد الناس التابعها ما عاد القنوات أحرقتها يعني حتى شعر المحاورة لو تسأله يقول والله أني أروح علشان باسم صلحتي ولا أروح علشان أتجمل ففلان إلا علي معروف ما عاد يمرض ولا يموت المحاورة تمرض ولا تبوت لكن الآن مرضانة لكن تقدر تقول لكن من قبيلتي فيها الشعار اللي يكفون ويجملون والله يقويهم بيض وجه وافي الله أحمد خلنا عاد نشوف مجالنا ما دام عندنا يعني يعني حبيب العازمي الشاعر حبيب العازمي والشاعر فهد بن نعيم والشاعر عبد العز العازمي والشاعر محمد العازمي يعني كلهم من قبيلتي يكفون خلني أشوف مجالي في النبس يا التال خير خيرين ما يحتاج بقى بوفون قلت لي سبب التسمية أنك تخبع أبو نايف أنا لاحظت العيون ما شاء الله عسلية أنا ما كنت شايب كبر شو زي زينا في كرت الله قولنا بقى عيون مقومية بوفون مثل ما قال الشبه ما شاء الله وانت ما شاء الله عليك العيون مجيت عسلية أنا ما شفت قبل حلقة سلمتي بس رضاة بيناتني سلمت وما شاء الله الشقار ما شاء الله بس البشرة لو بلا شغلة شوي تعريت الطبيقة الصحراء بوفون البداية كانت مع مقطع الظهر يمكن أسمعته بعدين يمكن تقريبا ثلاث مقاربة ما هو مقطعة هو أول واحد لا المسدد ثلاثة واحد حدثنا على البداية وعنه البداية والله أخدت ونزل وليبيني خيس ما أبونا ما أعرف له قبل ثلاثة شهور طوق صغير هذا أنت يا خير ما أعرف نظر نعمل جديد علي لقى نطع ثيوبهم طرح شعر ما أنا مفلينا اليوم نسمع شعر نسمع وراشد عندنا مضبان بعد نبي صوت نسمع له إيه الليلة ما نشيت لو نداري أضفت معاكم مولا إسلام إش كان أول مقطع أول مقطع نزلته كيف كان نزلته وإش هو أقول لنا أول مقطع هيا بيتين كنت راقبل لي هليكس 82 عندي هالمعزرة عفاديلة وصور نفسي قلت يناشدن عني ويراك بلي وامس العصر عديت والبالحة شفت صارت مع الشعار سنة مصلي عساك اللي جيبت ما تكلفت الله الله يعني انتشرت بشكل ما كنت يتوقع عيد عيد البيت يناشدن عني طبعا جيبتها عشان الناس الحين أحرقوها شغيرها عطاوي قبل متين سنة يقول يراشدن عني يراك بلي فلي بيجيب هالوقت هلا ما سوي شي نعم في يراشدن عني ويراك بلي وامس العصر عديت والبالحة شفت صارت مع الشعار سنة مصلي عساك اللي جيبت ما تكلفت الله الله كيف كانت هل أصداع عليها وضربت الشكل ما توقع وصلت وانت براحة عاليكس عند الغرفة وكانت البداية جميل مسدس مسدس أنا شفتها مسدس مسدس غير على المغفرات الصوتية دي عليها وامسدس وش يقول مسدس يقول تدري وشلي يذبح الرجال ويبيح خفاه مسدس طيب هذه من قصيدة هلية من أقدم القصائد أنا مدري منهم وانا الحين أطلب منكم الحق حقوق محفوظة والرجل سواء العلاقات شفتها الساد الرجال سووا عليها إعلانات واخد عليها فلوس واخد عليها فلوس والوضع إن شاء الله أنا نبيكم تكونوا أنت والحين أبد أبد بلا منعرف دم عليك أطلبها الحقوق أطلبها الحقوق ومسيبة الغيري ذكية سعدي واشي اللي بيها حقوقها أين والآن الرجال استخدمها بشكل هزي واستفاد منها مادية أنا مادية أنا مادية أنا مشاركك شايف هنا شايفكم عطوا رجال تحتلها وبعلمكم بلا أمور كلها لا بأك ما غنى البيت هلا من طيبه وطيب راح ايه اه 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 ها اه الله ساعد قبل واش تدري وش اللي تدري وش اللي عطناها كابل عطناها كابل طويلة عطناها عطنا لأن البيت دا الرد داعم ساعد تدري وش اللي والله ما يبحافظها إذا هذا روحوا له بقومي وبعلنكم بها بحقش طيب خلنا بنسمعها يا ساعد انها قديمة والله لا بنسمعها عشان نوثقك بعد في البرنامج شباب سامتا بسيك بالخير الله بسيك بالخير يا مرحب وما السلام الله يبقيك ويسلمك وانا سعيد بوجودي في قناة المرقاب يا مرحب وما السلام مع النخبة المميزة من الشعراء ومنع الإعلام الله يطوله يا مرحب شباب بداية بسألك عن الشعر في وقت الحالي ماذا يحتاج البروز يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما قسرت ومسابقة الشعلي ما قسرت الآن يمكن ثلاثة إلى أربع سنوات ما طلع عنا نجم أو شاعر يمكن أن تكون الرأي اسم معين يعني حنا ثلاثة أربع سنوات أول كان يطلع عنا فالسنة أربع خمسة صحيح الحين خلاثة أربع سنوات يطلع عنا نجم واحد اسم اسمين والله أنا أشوف أن الفترة الحالية المجال صار مفتوحك وجود تويتر يعني أنت خالف الراعي كويس أقول أن المجال مفتوح للمجتم أنه يصل للناس ولكن الفترة الأخيرة نحنا تقريبا كم سنة ممكن خمس سنوات ست سنوات أصبح اللي موجود في الساحة شعره برامج تطلع في برنامج تبرز ما تطلع في برنامج يعني بيكون الضوء الإعلامي عليك أقل فيعني على مدى السنوات اللي راحت الشعراء جميع الشعراء اللي سلط عليهم الضوء على برامج المسابقات بشكل عام سواء شاعر المليون أو غيرها أو شاعر المسابقات كلها أغلبهم استفاد من الضوء الإعلامي اللي حصل في وقت البرنامج بعضهم يمكن لو جلس عشرين سنة ما حصل لها الضوء حصل لها الجماهيرية هذه اللي حصلت لها من برامج فأنا أقول الفترة الأخيرة أغلب اللي يظهروا شعر برامج تطلع في برنامج فأنت راح يكون الضوء مسلط عليك وراح يكون لك بروز طبعا مع الموهبة الموهبة إذا كانت موجودة هي أساس كل شيء لكن الضوء الإعلامي يسلط عليك قنوات رسمية قنوات يعني أكثر من قنوات تنقل الحدث بيكون يستفيد من الضوء الإعلامي إذا كان موجود عندها الموهبة جميل ماذا تسمعني في البداية؟ سمعكم بطال عمرك يقول على اللي ما يخيب دعوة الداعي توكل ولج لطابت نفسك من العالم اللي فيك ما طابت يسوقون النواية دلج وسوق النواية بلج ونفسي عن طعون أصحابها تابت ولا تابت الياجوني لو أني قادر أفلجهم أبردي فلج فلج طمرت الهقوة اللي عامل أول عندهم خابة نحاول نعدل الكفة وتعلجنا الليالي علج علج وهيقاوينا نكبرها ولا ودت ولا جابت على جثة هقاوينا تناهيد الحسايف خلج جروح عرقها في تربة أحلام الأمل نابت يقولون الفعول إجبال وأقول السوال في فلج متى ما مرت شموس المواقف فوقها ذابت السلام الله السلام جاهزت القصيدة يا أبو سارة؟ جاهزين طالعا أعطي القصيدة لو درن هان للك ما جبنا معك بوفون الليلة وشربكناه وشربكناه أعطي أنك ضفت له أبو سارة أنشغلت في المقطع يا سامي لا أنا أذكري مرة علي كذا بس قديم المقطع صح؟ قبل هذا شوخ incremental كيف أتشارك؟ أي أنا أعطي أننا الآن أنا مشغول أحبدي أو لا، لكن الله يجعبك من غريبة حين أنتم قاموا بش ما خرصة اليوانا يقول الكل شيء في الحياة الثانية حل وطراح والوقت ما يأتي على كيف العرب لمن بغوه والتجربة مثل الذهب تغني مدورة الغناه والرابح اللي ينتفع من تجربة جدة وأنا أخذيت من التجارب واستفدت من الحياة ويقنت بأن الشعر فوده لا تهيأ وطلبوه يا سامعي يركز معي ويفهم كلامي ومغزاه كلامي صحيح قول الغافلين اللي يسمعوه تدري وش اللي يوجع الرجال ويبيح خفاه لصار فعله تمدحه لجناب والربعة ابخسوه وتدري وش اللي يقهر الرجال ويزود عناه لأوخذ حقه غصب من قدام عينه وظلموه وتدري وش اللي يسبي الرجال قدره ويحداه الفقر وصدوف الليالي والرجال اللي يبلوه وتدري وش اللي يخلي الرجال عالم استواه طيبه وصدقه واحترامه للرجال لنواجهوه وتدري وش اللي يجعل الرجال لهيبه وجاه فعله ووقفاته مع ربعه وبذله لطلبوه وتدري وش اللي يميز الرجال ما بين قرباه يدمح خطى ربعه ويسمح ويتصبر لو قدوه وتدري وش اللي ينجح الرجال غصبا عن أعداه تجاه الأعداء النجاحة اللي عهاس دينه اللي يشذبوه وتدري وش اللي يضعف الرجال ويقل للإحلاه لصار ما وجبني عمه الليامن هم دعوه وتدري وش اللي ينقص الرجال في عين أخوياه لعاد ما هو كفه للوقفة هل يامن نزهموه وتدري وش اللي يحفي الرجال ويشي النباه لصد من تكريم ضيفانه لإحلا منهم نصوه وتدري وش اللي يجعل الرجال يمشي في عمه إنه ما يسمع من بحبيناه لإحلا من نصحوه وتدري وش اللي يمحق الرجال ويضيع حياه لرام تحليل الحرام ومرتدع لمنهوه وتدري وش اللي يسعد الرجال ويصفي سماه قربه من الله قبل موته وأقرب عياله نسوه قواعد تبقى على كف الدهر نقش بصفاه لعدها الشاعر الجديد لرجال اللي ينشدوه السلام علينا البيت تدري وش اللي البيت كلها تدري تدري وش اللي اذبح الرجال يبيح خطار عقول لها البيت هذا ما تحفظه لا البيت هذا حافظ القصيدة تكملته تدري وش اللي يذبح الرجال يزود على واخد حقه خاصة من قدام عينه وضربه يا سلام طيب في واحد هنا يسألك الشاعر السعود حبيب العازمي يسأل سعد البرايك يقول أنت كنت من ضمن الأسماء سابقا المطلوبة في الأمسيات وكنت تشارك في شارك في عدد من مناطق المملكة الفترة الأخيرة ما عادي نشوفك كيش السبب أنتوا كده وضحتوني يمكنني الله يهديك كتر الدراء أنتوا نكبت يا العتباء الله جزاهم خير كني معلس مع واحد ثانية وأنتوا اعترف طيب والله ربع لا الأول كانوا الشعار أقلي والمجال كان أوسع الآن ما شاء الله تبارك الله بين كل شاعر وشاعر 15 شاعر فصارت المنافسة قوية وصارت المنافسة بطرق أحيانا سليمة وأحيانا ملتوية نوعا ما ففضلنا أنه بس ولو الشاعر المميز يفرض نفسك خصوصا إذا كان له تجربة سابقة أكيد ما يخطفي يا بو نايف ولما أنت للربع بعد تعز عليك شاعريتك و تعز عليك نفسك أنك مثلا تجي على طاولة فيها سبعة شعراء ولا ثمانية شعراء ما تقدم تقول القصيدة قصيدتين والشعراء هذا والذي يأخذ منك الماكروفون والذي هو أدب ما هو ما هو ما نبدأ أخذين في مجال المنافسة طيب جاي نقدم شيء يرضي يرضي أنفسنا ويرضي ضائقة المسلمين طيب أنتم عندكم الشرقية ما شاء الله تبارك الرحمن يعني منتدى أو نادي أدبي كان كان سابقة ايه كان كان يقدم وكان فيه أسما كبيرة وش اللي صار عليه وين الكلام هذا وين على أيام نايف صقم سعد رشيدي يعني كان قديم يعني جدا قبل حتى طلوع الجوالات اللي كان ما اسكوا الشعر ضاوي والعصيمي قبل فترة اه توا ضاوي العصيمي في الفترات الأميرة اللي هو منتدى النداوي ها لا لا هو خاص بالمنطقة هو منتدى شعري يجسمعون فيه الشعراء خاص بالمنطقة الشعرية ما قدم ومسيات انا كنت عضو فيه وما قدم ومسيات هذه الحقيقة ما سويت ومسيات أنا أنا ماني مسؤول فيها وماني بالدعم والشي ضعيف ثاني شي فيه خلافات بين الأعضاء هذه مشكلة كبيرة لما يكون فيه خلافات ما يكون فيه تقديم أنا فيه عام 2007 كلفت من قبل أمارة المنطقة الشرقية والهيئة العلية للسياحة من قبل الأمير عبد العزيز بن فاهد الله يتكرر بالخير بتنظيم ومسيات شعرية طبعا بما اني عضو في المنتدى فمن باب الأدب اني أنا تواصل معهم وادخلهم معي في الموضوع بكل بساطة يقولون أنت جيب الرعاة ونحن اللي بنجيب الشعراء يعني الكلام هذا عبد المهم مقنع أنا جايب لكم عرض ذهبي على الأقل خلوني أنا مثلاً أجيب نص الشعراء أتجمل في الشعراء وأجيب شعراء أنا أرى أنهم يستاهلون وانت جيبوا الناس قالوا لا أضطريتني أنا أسوي المهرجان الحمد لله رب العين الكلمة أنجح المهرجانات أول مهرجان وأنجح مهرجان في المنطقة الشرقية ممتاز ممتاز فكنا من سؤال في كل الجانبية طبعا لكن المخرجي وصودك طالع لكن ترى المنطقة الشرقية ترى ولادت الشعر بالتأكي يعني في شعراء اسماء كبيرة الحلام عبد الساحة أضطرتها من المنطقة الشرقية ممتاز أرجع لراشد راشد وش بتسمعنا يا راشد يقول هاجسن بقول له بس ولا وهاجسن بنحت به صخور الجبال يا لهجوس اللي تقولينش هلا أرحب يا جمة العد الزلال يا عيون اللي شرب منش وكلا أنت جوش جو ودلالش ادلال القصيد يمر به مر وحلع كل شاعر له مجال وله خيال وذا القصيدة كان ما تظهر فلا استحق دغاز العيونه الغزال إنه ولا بيض ما فيها بلا يا لبي بالعقل من فضلك تعال استمع للشعر تاريخ المال أتدري إنه كان يكتب في القتال يا ملم الشمل ويفك اقتلا بالتكال اللي عليها الاتكال القصيدة جات من نصح وغلع شاعر ينخم دغيش العيال والله من الموت ما منهم هلا هاد من للذات ما يعطي مجال الله من ترك مذاق ربه ما سلا لو ملك ملك الوليد ابن طلال ينتقل للقبر من روض وفلا للتراب اللي على قبرها إهال يا الكفوبن خاك تعلنها ولا فرصة التوبة معك ولا تزال الذنوب تعيشك حزن وقلع وطاعت الله تريحك يا ابن الحلال واكلمرك للله وهمك جلع والله ما غير ظل الله ظلال ولا تحسف في الحياة إلا على واحد من محزنك مات الظلال الله سلام صاحب صاحب قدوع بينك وبينه وساعد عندي أطلع ساعد ودي أسألك عن البيت من نسب له والله يا طلال ولا مونت الأخواني لنجا في بعض الأسئلة للأمانة أنا جاني على الواتساب لصيدها كاملة بدون اسم ونسبت الشاعر أنا أتمنى فعلا منه الشاعر أكد ما نفى ولا منه الشاعر لا 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 ما نشغل فيها هم اللي ينسبونها يعني ما يتيجيهم نسبوها من الشاعر سام نسبوها من ساعد بن جدلان الله يرحم الله يرحم الله يرحم هم أي شيء طبعا أنا أتشرف فعلا القصية التي تنسب العلم من علامة الشعر ساعد بن جدلان كلنا نتمنى أن نصل إلى ربع ما يقدم من الدعنة الله يرحم ونسبنا أشخاص ثانين والله ما أذكر من الشسام أحمد فهد سام ابن الشعراء يزيل شاعر البيتين أطلق عليك أطلقوها الغالي شاعر سلطان الشغار وشاعر علي بن سالم لماذا البيتين لماذا أنت بشاعرك قصيدة كاملة لا أنا أكتب قصيد وأكتب بيتين وأكتب بيت وأكتب شطر اللي تبي طيب لأنه تبيزت في تويتر هم أطلقو علي اللقب هذا ونفتخر فيه لكن ما هو معناته أنه يحصرني على بيتين لا هم أطلقوها لأنهم ما أعرفوا أني شاعر ولا أسمعوا في بياتي ألا في تويتر وتويتر بالعادة هنتم تعرفون كل كما يغرد اللي ببيتين بس يقدر تخط ملاحظات وتخط قصيدة كاملة موجود ملاحظات حساب اللي بيدخن عليها بيلقون قصايدة طوال بيلقون قصايدة طوال الله يبدو حالا حنا ما نكرر اللي على البيت اللي جاءت ملاحظات لكن أنا من الناس اللي ما يدلق القصايدة طوال ما اللي يلزومهم فيه كبنات أفكاري وراكب اللي وعديت الضلع ما اللي يلزوم فيه حاطنا الشيء المختصر المفيد المفيد اللي ينهي السر بستمتعنا هذا شعر بيتين يعتبر السرد القصايدة طوال ما يعتبر الشعر اللي يكتب على بيتين ما يعتبر الشعر بناية الشعر هو اللي يبحر في القصيدة ويحط موضوعها ويتطرق موضوعها مجمع الجوان طيب اسمع هذه ثلاثة سنين والخاطر مهيم مدام من قلت البيتين خلنا بنطيك بزيطة طويلة لا 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 بسأل هذه ثلاثة سنين والخاطر مهيم من قسوتها الماضية ومن من صائبها متسني يلا عايشنا حالة اليتيمة اللي يتمنى لو يعود شايبة اللي يلقى عم على نارها مقيم أول ما يسمع على قلب مش جايبة تقولك أنه عايش الله في جحيم شابة رموشة من جفاء قرائبة وقسوتها لأيام لو ضاق الحليم لحد يلومك كان جاب الغائبة ودام المشاعر تحترق مثل الهشيم الله يعينه اللي فقد حبائبة كثر ما سجيت مع خطة القصيم والبرق نوره ما ستر سحايبة وليا ذكرت اللي غلاها فالصميم احتاج لذكار القلوب التائبة ما يبلي العاشق سوى الحب القديم كذا من الله ما يعرفها سبائبة ودي ولو مرة لي هبى أن يسيم أقفيه نفسي من هواها طائبة تعذرني منكم عشان ما تقول تشائر هذه قصيدة هذه قصيدة صح حساني صح حساني شيقول خطة القصيم يا كثر ما سجيت من خطة القصيم الله يقول الله ما سترسح صح حساني أنا بس أحب أن أول السادة المشاهدين رسالة عبر الواتساب للأخ خالد سهل الجميع سهل الجميع يقول قناة رائعة متعلقة أشاهدكم عبر التطبيق المرقاب من ألمانيا والله يشرفنا أنه أنت تابعنا وشرف كبير لنا وطلبك إن شاء الله نحرص عليه طبعا الأخوان المغتربيين اللي يدرسون والطلاب واللي في خارج المملكة بإمكانهم متابعتنا من خلال تطبيق قناة المرقاب على الجوال وحنأخذوا فاصل بعد شوي حتى تعرفوا طريقة اللي ما هو في البيت ولا عنده التلفزيون يقدر يحملوا عنده في الجهاز وبدون تقطيع بدون أي شيء ويشاهد حلقاتنا أبو نعف اللي مسافر برضو حيطلع معنا بعد قليل في الفاصل شكرا يا سهل الجميع سوف نفاصل التطبيق معك آي بعد شوي نشوف نشكرك يا سهل الجميع وشرفنا متابعتك خلنا نروح البوفون بوفون عدنا قصيدة ولا من قصيدة هذا مانع من كندا مانع من كندا برضو نشكره على متابعته ويقول بوفون ماذا يقرب لك عبد المجيد الديابي أخوي أخوي عبد المجيد أخوك شاعر المليون طيب أنت يا بوفون بدعت عندي أسئلة كثيرة قلت لك طبعا واجد أول شي يقول وش سالفتك مع البقرة اللي اشتريتها شارلك البقرة كلها سيليت الجمهور أنا بطرحها أنا ما شريت البقرة لأن هذه جسط نزلتها بالتساب ويغمها طويلة سانتبونا جبتها لكم حطناها بس وليش يقول وش سالفته مع البقرة اللي شراها إيه شلون هاو مجهم ولا هذا الحيدي منك حول لك واحد من أخويا كل من ربعك فلوس فالحساب قال عني حولت الرجال مضبوط ولا اللي من قال ها سنعت الرجال ما يقول الحاجة الفلانية صارت سر الرجال هذي في واحد من قبيلة واشترى لها بقرة والبقرة عند البيت والي تعايب ورها هاي فيها حليب نكثر من حليب الناغة هو أفود وفيها خير كثير وبركة بركة نعم خلو نزل فيها صورة كامل نعم صورة كامل نعم هاي المهم ويوم من أشترى بقرة وكل عصر قدامهم غير بوها حالبها أطق هو يوم من يوم يوم من يوم يدق علىه قال يا فلان تعال فلان مسيرنا علىنا فلان روفي يزل في العسكرية ومتقاعد ومطن عنه وعنا مسيرنا علىه تعال ونسوله فترى الرجال يبرك يا فلان ما أقدر وقال مرض فلان لا تحاول لا استجينه حاول يعتذل منه يتصدد ما قبل عذارك كلها لأن وقت حلبت البقرة ما عاد واقي غالاء علىها حاول ساعة مدري ماذا يحاولها رويت لها الرفيزي قال ما أخذ معه في الجال وبن أعزمه وبيستعدل يوم أخذ معه من جال والسوال في العجلة قال أنا بعشي كذل يعزم رفيزي هذا الضيف قال لها أنت من وانه تروح ما أنت برأيه قال أنا أنت شعرت عجل نار ترى لعشي حر كان لغو مطر ساعتمت عشرين عشرين هي وانت قال اليوم رأي يا أمو رضي قال يا أمو والحرب ما تعرفت حلبت البقرة ولا أحد يعلم تحيير أيه يوم أخذي شوي وجاءت وقت حلبت البقرة ويدق علاها يوم فلان وش لونت عساد طيبة حلبت و الرجال اليوم صيب هالرجال كوي هاي ذكر الرجال يقول الواحد إن كان يجي عند عمه قبول حرمة يقول يوم نجاعد عمه جاء وقال الحرمة قال يا عمي لا يوم نجاعد عمه قال الرجال جبت قال يجبت الرجال الداخل موجود قال الولد اللي بق الرجال الرجال أحملت البنت يوم جاء في المجلس يبشر عمه قال يبشر كعمي الرجال حامل طيب نرجع لحسى لك أسئلة سريعة إيش سالفة الجمس وقصيدته اللي عندك لا تقول ما هي بلي بعد الجمس الجمس هذا قصيد تمها بلي أنت أنت تظهر أنك في السناب تقول أسوال فهذه صارت علي وتكسب متابعين واليوم اعترفت محفوظة في اليوتيوب بنا منزله يعني يسام هذا واحد اسمه ذياب الحيسوني تقاعد حربي تقاعد ويوم ناخذ السنة ما دي حولها دي والله ما عنده لها حاجة السيارات باع واحدة وبقى واحدة ولا ولا عاد هاقل يوم ما يلقى ليشتريبها كبز وجائسا عاد رجتا على ما دخل البيت يكتب لشيخ مطلس وراقت معه وامه في مظلة تنذأ في الحوش ويكتب بيات يقول يقول على وجود يوجد من حاول المقطاع على أربعمية حوض تسعة بتصنيعه حمل من المحضور حمل الثلاثة أنواع والحد قدم خايف من مقاطيعه وقف عن التقريب كيلو وشد شراء وشد الحبال مصلبة فوق تشريعه تقل مع الحاسوس ومشك بلوضاع ومن الخوف قلبي هيس جنه دوافيعه شدد لهالتعميم من رئيس القطاع بخطاب وزع لمراكس بتوقيعه خطي يجي من بين جالئين قبل القاع وجابوا دراكتور ربعنا حتى البيع يوم وصل البيت قالت أمه أنتو وش تسوي يا أولادي قالت أكتب لي بيات قالت أعلم لي ويعلمهم بلا بيات قالت هاي أولادي لا ينطرح بعد ما شددوا التعميم عنه وستدوا ودربها ليا أخري قالت لا ينطرح معدل قالت شدد لها التعميم من رئيس القطاع بخطاب وزع للمراكز بتوقيعه خطي يجي من بين جالئين قبل القاع وجابوا دركتور بينهم نحط تربيعة وحضر ظلام الليل جابهم عن المهزاء ومغبر التخبير ليشاف تلميعه ليشاف تلميعه وسحب زرارة النور يوم تقول أسبوعا عند الدركتور جاهزين للكجميعه وهذا الدركتور والمثال الثلاثة أربعة والحفرة اللي بينهم يموزيعين الله أعلم ويلهد باثنين ولا انحراف بساعة في الحياة ومعذر من مطميعه ولولا لديتر كان راسا مكينة ماء من الكيبليتر من الكيبليتر يحر يدفعها حرة ويش يقول من الكيبليتر يحر يدفعها إيها 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 إلى آخرتها مريقول عفت لا لا تبينفع لشي نبيع المهم أن نسلم سلم الله طي يسلمون عليك استراحة العواد عليك وعليهم السلام طي نرجع للشباب الشباب شباب وش تبيتسمعنا طال الأمراك مش بسمعكم ابن نايف وطن في قصيدة عندي اسمها مسميها يا معتصم الزمن موجه للملك سلمان الله يطول عمر الله يطول عمر فأقول وتكلم عن الأحداث الأوطان العربية كلها الله يجلب هم إن شاء الله يقول ليلة العراق اذكروها في خبر كان وعشيق ليلة العراق ينام في قبره لوح حساف يا ليلانا يا ليلانا راحة هماتنا بلقاع من ثبرة والشام تبكي تصيحنا وتنخانا والقدس صابر ومن لا صبر من صبره والنور ظل مما ربنا وصنعانا أصل العرب باب خذلانا العرب عبره يا بو فهد يا ذرانا حام يا حمانا يا معتصم هزمن وإمامه حبره الأسرد يوجع لكني جاز دعوانا في كل ديره عدو طائل شبره لهوب كافيه ومدنانا عنقصانا دار العرب طمعة الطامع على كبره يا معتصم هزمن يا نور مسرانا الحبل الممسوس والأوضاع مكتبره حن غفينا لكن الوقت صحانا بعد الضياع القديم وقلة الدبره الله حلق حن غفينا لكن الوقت صحانا بعد الضياع القديم وقلة الدبره سنين والناس بل هقوة هقوانا والكون من حولنا بعسوسه وسبره وحن نغني يدانا ليل يدانا حتى غدينا وضاع الخيط والابره واليوم ما دري غلطنا وين ودانا بل عظم كسرا عسى الله يسرع بجبره ندفع ضريبة على حسن ويانا وحواننا صارت الكل الأمم عبره يا معتصم هزمن ما شابت الحانة ألا من اللي نشوفه شوفه وتخبره والله ما عاد ندري منهم اعدانا كل يبا منزف قارب عيرنا هبره تخيله من يجند ضدنا أبنانا اليوم صوت العقل ما عاد له نبره ولعاد نبكي على سرانا وموتانا ولو ودنا بلبتسا ما تظهر العبره ولو بشع بعض الصور مره وتعدانا تبقى مع أكبر جرائم حرب معتبره يكتب شقان النكد والضيق يقرانا الأرض ديوان حرب ودمنا حبره يا معتصم هزمن صوت وتلقانا أحزامك اللي نهار المعركة خبرة نحط معدى الوطن وعداك وعدانا واللي يتكبر نحط مجوره وكبره صلاة صلاة أبو راكان شكروني أبو راكان على وجهة نظرك وفتح شوي عشان تتأكد الزنا شغل الزنا يا بو راكان الشاعر راشد الضبان راشد أنا بي أسمع منك أنا حقيقة معجب راشد الضبان المميزين حقيقة أنا الليل أبي أسمع شاعر منك الله يطول عمر راشد طبعا يقول الصوت والهواء الليلة براد هبى البراد وزانة النفسية الليلة براد والهواء وتحملون علىها حنا في استراحة منطقة مكشوفة مفتوحة يعني إذا صار شيء ولا شيء الأمور طيبة والصوت جيد يعني بس ارفع فوليو ما شوي يا أخوك فضل يا خيراشد دام فضلك شاتك أبو نايف على العين والراس شرف لي يا أبو نايف ما لكم زود جميل يقول الوقت من طبعه ما يرسي على بر لا له مقاييس ولا له معايير يشب فيك النار وظروفها تكر يكوي على تبرير وبدون تبرير تبرير سلم أمورك كلها لله وسر على النقم هما حصل خلك تسير ربك والطف منك وحن وبرة لادمي ما لها حلول وتدابير الرزق والتدبير والنفع والضر متكف لمبة كاف والطير الأيام تلقح بالمطمات والجر الشر لهبيرين والخير لهبير أحيان درب الخير تلقى معها شر وأحيان درب الشر تلقى معها خير نحن نمر بواقع ما بعد مر اللي نشوف كثير والباقي كثير يا طير حطك من سمى البر للبر يليت اللي مثلك جناحين وطير وطير وخلي الوطن زيد وعمل بس التمني غير والواقعية غير يا الله يلي تعلم الغيب والسر اجعل مجاهي من نواية مغاتير صح حسان يقول اللي إذا خرته فاللزوم يتعذر وقضى لزوم واحد ما دخرته أبي أسمع هذه مناسبتها فيها يعني فعلية ما في شي جين فراق بالذات القصايد المثل هذه يقول الصاحب اللي بالمراجل تنكر قام يتمدح لي وأنا ما جبرته عارته نلبس بشوت المشي قوي تبختر ويقول كم شخص طيبي غمرته وبابه من ثبات الكرم ما يسكر تنغر فيه وتنخدع لينظرته كم مرت قد قال لي لا تكدر يا بذلك لازم ما قدرته ودار الزمان وكل شي مقدر وذكرت قول أهلية ما ذكرته جيته على كلمة لسانه وقصر لوني دريت إنه كده ما نحرته لوني دريت إنه كده ما نحرته فعله الردى لو تسترها ما تستر ينشد ستر الغش ماهما سترته كسرا إلا منك جبرته تجبر وكسرا إلا منك جبرته كسرته هذا كلام اللي تهيض وعبر من موقفين فكرت فيها وذكرته اللي دخرته في لزومي تعذر قضى لزومي واحدة ما دخرت الله صح حساني طبعا البقيمي يسلم عليكم ويطلب من الشاعر شباب قصيدة الوديعة ومحمد يقول بلغ سلامي للفضور وخاصة أحمد فعد استراحة الفلة يقول يسأل بوفون كيف عرفت أنك بوفون وتشبه له حارس المنتخب إيطاليا خشي به وضع أنا مدرج الهلالي يسألك أهلا أنت متزوج أو لا يسلم عليك طبعا نحن نأخذ فاصل كل شوي للشباب اللي في تويتر حتى نذكر رسائلهم ما هو سبب صنهات الاعتاب يقول ما هو سبب انقطاعه ونعزاله وابتعاده عن الساحة الشعرية رغم عذوبته الشعرية أخذها السناب عن الشعر هذا بجاوب هنا إجابتي صحيح سناب طيب نرجع لأبو سارة أبو سارة واش تحب تسمعنا كان القصيدة الأولى طلبناها منك طلب القصيدة الثانية بسمح يقول عمر السامح طول الوقت فرصة الذربين النبى والعلوم وكلا على قدر بدلة خط عن هقلمة والرابح اللي على كسب المدايح يهوم يصير فعل الطلاقة في إحجاجه السما يلا يلا تجعل لزومي عند رجل خدوم والله يقطعك لازم في يدينا الخامة بعض الرياجيل ناقص لو زعتها الهدوم لو حاول يزين فعوله بهرجه ثمه وبعض الرياجيل كهو وفي المواقف جزوم ما أخذ مع الطيبين من الرجال اسهمه رجل اليمن زهمته باغي لك لزوم يفز لك يعتزي وشو فاير دمه ورجل اليمن زهمته بحل وازراء يقوم بارد عزوم ورد جده وبوها الزمه وشفرض من لا نفع عنزاه ياتل وشو محسني خض بيديه ويلبد بمحرم من قدم الطيب يلقى للفعائي للرسوم من صد على وقفة اللازم ربي يحرمه ومن قال محتاج غيري وانهم حرم غشاه ما أعضي يعتزي زنقفاتها اقتمه ومن لا نتغر من بعض الطيبين القروم في دم متين وجودة صار كانها اعدمها نشهد من الرجال يتبين عند اللزوم يفرق بصام للوقف عني يرخب الله صح حساني صح حساني المنشد فيسر الدوسري مسي علينا بالخير وعليكم وعلى الشهراء والله أعطيكم العافية نبغى قصيدة غزر مساعدة البرايكي والله أنا محظور علي الغزر محظور أول شيء الله يمسيكم ومسيه بالخير هذا يبي يسبب مشكلة محظور من من الشهر كريب قوات المسلحة هذه بزارة الداخلية ملد الدوادمي يقول أشهد بالله أن راشد اليامي شاعر نبي منه غزر استاهل الله ما يحتاج بيجيبها محظور يا راشد محظور والله داعفيتوني لكن لا نبي غزر ما في ألا موفي نعزو بي عبدي بغزر موفي مو بغزر نعزو بي نعزو بي نعزو بي كدرش يقوله واساعد لي يقول موفن 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 هذي ايش اسمه مجلة موفن شاسمه جاه موفن أنت وحقتنا بدلي طالي أخي ما دورتنا واحد اسمه ماني وحق نعم حسين الكائد الشاعر حسين الكائد يسلم عليكم جميعا سلم وسؤاله لأبو فهد يقول هل له تعاون مع المنشدين أنت لك تعاون يا أحمد ولا كيف سؤاله تعاون كيف يعني قبل ان شالوا لي منشدين ولا تعاون بس منشدين خاصين لك تعاون مع أي منشدين مع المشدين بشكل عام ما عاد تطربني لحون المنشدين صدري من وضعونه يغيض يمتلك كم يعني ما لك تعاون معهم ولا عاد ما تريد تتعاون لا ما لك تعاون ليش ليش الحين الشعراء يحرصون عنه أنهم يعطون قصايد من منشدين يزيدونهم شهرة أو يزيدون أنت ليش تحفظ عندك ما تعطي المنشدين يشيلون القصايد والله ما هو تحفظ يا أبو نايف اسم لكن أشوف أنه يعني إذا ألقاها الشاعر ليش يشيرها المنشد خلاص وصل يقولون أن المنشد يقولون أنا أوصلها أكثر من الشاعر لا ما يوصلها لكن يعطيها رونق آخر يعني معروف كبار الشعراء غنالهم كبار الفنانيين وشهروهم أكثر الآن على مستوى الشيلات في شعراء شهروهم الوقت الحالي ما لي رغبة في الأمور هذه والقادة مفضل يعني ما تبغى المنشدين ما تبغىهم يأخذوا القصايد ولا يغنوا أبدا ليش ما هو غرور اللي يأخذ ومسامح ويأخذ راحته يسوي اللي فيها يسوي ما بغى بعد يضيف على هبيات يضيف أبد منعطيها الضول لكن ما تسعر الشعر طال عمرك ما هو راس مال الشعر طال عمرك موهبة والشي اللي اللي يبون هالمنشدين مننا يبشرون قصيدة ومبغونا بعد نمدهم بعد بالمادة ما أنا مقصري طيب هذا يسلم عليك المختلف يسلم عليك وكثير والله من يطلبون هالقصيدة هذي قصيدة عندك سلع البيتين هذي نسمعها أنت شعر البيتين نسمعها شعر البيتين اللي إن شاء الله أنها تكفي عن قصائي جميل جميل جيت وترددت عليه وحسيت أني وأنا أتردد عليها كأنني أطلب الشي من حلالة واقول ما جيت بيتك لجل أدور ما أجيب ولولا اللوازم كان ما جيت بيتك جيتك وباقل لي دراهم من الجيب عندك سنع علمشيت شكيتك ما رد عليك لا نادر السلات يمسي عليكم بالخير جميعا يطلب يوم اعتصم هالزمن من شباب البقمي قلتها قبل شوي طيب اللي طلب منك قبل شوي يطلب لصيدة الوديعة الوديعة والله بصيدة قلتها في عاصفة الحزم وهي فيها والله وطنية وفيها طرف عنصرية عطناها ان شاء الله هالوطنية ما فيها عنصرية يقول دك الوطاية قايد الشعب سلمان ما تحت بركانا لها بغير شيعة وانجالهم فزعة من الروس وإيران جوكل بقوم محررين الوديعة كافه هي منسي بنزيدة بقمي كافه منسي معروف منسي هذا قائد كان في الجيش السعودي هو القايد اللي حرر الوديعة قبل يمكن ستين سنة كافه ايه فاقول دك الوطاية قايد الشعب سلمان ما تحت بركانا لها بغير شيعة وانجالهم فزعة من الروس وإيران جوكل بقوم محررين الوديعة ما عليكم زود نبراسهم منسي والامجاد عنوانه وتاريخهم حد السيوفة الوريعة هداتهم للعز في كل ميدان ورداتهم وقت العزاوي سريعه وفزعاتهم يشبع بهذه بسرحان ويصير في صفة المعادي وقيعه وارواحهم وقتا لقمال هثمان دون الحدود ودون حكمة الشريعة في روسهم طنخة رشيد بن جرشان وفرقابهم الموحدة الدار بيعه وانعسكر وما بين صعده ودخان النصر بكرة فلا ذاعة تذيعه بكرة ذنب طهران يزبل طهران وعلى علي صالح تضيقه الوسيع ويصير به ريحان من غير ريحان ويصير من غير الوديعة وديعة السلام صح حسان راشد راشد ما نتعدى راشد أخذي من قصيتين أولا وهل حين بناخذ من قصيتين نعم بغزلة يسعد يقول الشيء أعطنا غزلة يا راشد أبعطيكم غزلة مفيه زعل أقول حل الفراقب خاطري والوصل شد أصبحت من دار المحبة مقفي للقلب طاقة مثل ما للصبر أحد مجابرني على غير يالي تحط الشوك في باقة الورد ترى عروق الحب قامت الجف يكن تحسب من قربك يدفي من البرد لكن لقيت البعد عنك يدفي يدفي بانت خفايا نية القلب لسود وسط العيون اللي هدبها يرفي مهما كتمت الحقد في القلب لابد عينك تبين ما ضميرك يخفي يدخون تجرح تغدر تعاند صد خلاص يروح المحبة توفي روح عساها هفة مقيط من جد اللي تقفها هرشا يوم هف ما عادة بعشرة ولا عادة بيود هذا ملفك وانتعطني ملف 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 اللي وصلني من غرابيلك يسد واللي وصلك من المحبة يكفي جعلك التوهب سك تمالها حد وطيح في دل منتهي والمصف جعلك التوهب سك تمالها حد وطيح في دل منتهي والمصف يخلك تعيش بحالة الجزر والمد قناعتي قوة عزومي وصف يمر تالي ذكرياتك ولا لد وامشي على باقي شموعك وطفي ولجل معدد رقمك ولا رد غيرت جوالي وعرقيت كيف سلام الله صح السلام القافية مميزة وقوية وانت مشيت على أد بس فيه بيتين ما التزمت بأد الورد الورد والبرد تحسن فيها انحرافة شوية عن تشديد الحرف تشديد هو لزوم ما يلزم في الشعر لكن يكون له جرس موسيقي أفضل إذا كانت الكلمة أنا أقدر أغيرها بس موقعها في الشطر هذا وبالبيت هذا غروري يضيف لها أكدر ولا أقدر أبدلها بوحدة يعني كلمة ثانية والتشديد ما أنتم مجبر الشعر هو لزوم ما لا يلزم الشعر أنا أقول لها تكون المشكلة لما تطح لك فيه مذيع جيد وشعر لا ظهر شعر أنا عشان يحب عشان يحب وحب شعر وحتى أسمع وقافية الرجل هذا أنا المفروض أنسي له عن قصايدة والله يطول الله يرحم والديك لا الرجل هذا أنا أحبه وحب شعر استهد والله يطول وأنا اللي أحبهم يعني أعطيه رأيي بكل بساطة قد يحتمل أنه الشعر والرجل هذا أنا أقول له أسأل وأقول أنت تتعمد القافية الصعبة دائما قافيته مختلفة ماهي من الخافيات المستهلكة وحتشاهدون وتسمعون أنا تحد يمكن بينه وبين نفسي أي هتسمعون أنه قافيته في قصايده ودائما تكون قوية فأسأله وقل أنت تجيبها في العمد ويقول لا والله أنا أنت تجي معي كده وأحاول أخرج عن المستهلك في الشعر ترى ماهي ببداعي يا بو نايف اللي تعسرون القيفان هذول لا هي تجي معك اللي منها جابها القافية عسرة وبدع فيها زين العلز إذا جبت القصيدة إذا جبت القافية خصوص اللي صارت بساجلة بعضهم بعضهم يسندها على رفيق الله ويأسر القاف والثاني تاعب أحيانا الأول تاعب والثاني لا مو بشرط أنت الحي إذا بديت برسيدة بترسلها للشخص وتروح التعمد قافية صعبة بتنقى أنت تقدر تغلق عليه الحروف كلها تجيب لك قصيدة عشر ربيات أنا عند في قصيدة على شوية بجيبها الشين والواو والياء طيب تأيد الشي هلأ تأيد إذا أبدع الشعر فيه لا والله زين على زيني أنا من يبدأ قافية لا قفت على هالقافية ما هم وجهة لحد أقولك هذا الغلط هو ما هم وجهة لحد لا أقول أنا تكلم عن القصادة يعني تسندها على المراسلات هذا غلط الأول لاعب صد والثاني تاعب مثل ما قلت لك أقدر أجيب قصيدة وخلص القواة في كلها وقل رد علي أتمت معين شي إلا كلمات ركية لا لا بأترعيك صح قولة سعدي من جدا والله يرحمه في لقاء معي يقولوا أنت جاي تختبرني على آخر عمري يترسل لي قاميه الصعب بس سمعني يقول ضرق سرى من جبال طويق وقت عشوي هيضني خياله هشة مضلوعية هشم وأنا من العام قلبي بالهمومة حشوي العين فيها حزم الكبد فيها وشم نار المفأرق شوتني لعنبوها شوي لا هي تقدروا ظروف ولا تعرفت حشم صحيح شوي التفائل والغلة ما شوي لكن بموت ما مت الأمل والعشم يعني شوت العاش قللي بالهمومة شوي لعادها الله ضروف من جات فوق الخشو سلام سلام أنا أرى أن هذه صح الله لساني الشاعر راشد أنا أشوف أنها مجرد تحدي مع نفسي مع نفس ولياقة شعرية ما شاء الله تبارك الله يعني القافية صعبة جدا والشاعر متمنى تعمد لسعد أن تضرب أنا والله دائما يعني مثل راشد تختبر نفسك دا أكيد لازم خصوصا إذا خليت فترة ما كتبت شيء والله أحاول أن أطرق لقافية صعبة القافية اللي مو بقصد يعني أنها جيب قافية صعبة القافية اللي مي متكررة تقلب لك الإبداع تجيب قافية مستهلة كل الشعار اللي قبلك قاله نعم بس يكون فيها تميج أصوصا لعلاقين أقين وآلي كلام كلها مسترسل وإيا ما بيعني خاصة وهذه يسمونها الشعراء رحول وشي يسمونها النقاد رحول الشعراء بس يجي فيها قصائد يا أبو نايف أين عمير يجي فيها قصائد طيب الحين محمد الجنيبي الشعر محمد الجنيبي الله يمسيه في الخير قبل يومين معنا شغلنا كل شوي فاصل فاصل هالحين بعد ترسلنا تبينينا أن أطلع فاصل ما نتجالس سلبية الجنيبي يقوله طلع فاصل يقوله طلع فاصل لا خلي الفاصل بعد ما اسمع من سعد أنت تلبي للجنيبي أنت يا ساهم أبو سارة نبي نسمع منك طلا من منطلق رغبة الشاعر وصح والضمير أوقت نار القصيد وشب ودوى دوي أنا القصيدة هذه أعزها كثير لأنها فيها اسم صديق لي توفى الله يرحمه يبح منه اللي هو الأمير سلطان بن تركي لح علي أفضال ووقفاته معي أصعب أني أعددها من منطلق رغبة الشاعر وصح والضمير وقدت نار القصيد وشب ودوى دوي والمسألة كلها فكرة وهاجز خطير جتني وأنا مهتوي جتني وأنا مهتوي شاعر وأحب الأمام وأكرهك يا الأخير شفني على قمتك يا جعلني ما هوي قودت للمصير اللي ما غيره مصير سريتها في لزومي والذيابة يتعوي حاديني من الزمن الصلب حادي نذيري يتلني تلة القادر ويلوية لوي لكني أداح مالكايد واحد في المسير فيني طنق دوسري مع شموخ كو وما لقيت الشوير اللي عنده شوير بقدح من زناد راسي والزمان السروي ما عاد فيها سوى شلفة وحد الشطير ومقارعة روس قومي من بنية من ذوي يعني لجتل العزاوي ونهار الشرير مما منعدون وجه راح وجهها شوي وضيقها اللي ما بين ضلوع صدري يتحير كنها بالحشا لو كان تزوي زوي ما والله اسمح لا تبحث خفايا مير بدل النفس حتى تشبع وترتوي مأحلى جيب لكسز كأنه هشقر بيطير لمنمش وانتح يطوي المسافهة طوي لقفات قول الفحر رماني اهدر هدير وانشوف توجه تذكرها يا بيت ابن جلوي ووقفاته اتشابها لوقفة سموه الأمير سلطان ابن تركي الناد اللي جاء مطروي وعلومه تنومس المطنوخ ساعتي غير ما كان هلا معرب جد ما هو اخلوي يزين ماشي هم على كفار حزت عصير معي معي وما ابغى وما انتوي اقطع به الفرجة الياجاب صدري زفير ضايق وضيقي ما ينفع به علاجة وكوي في برني عاجل وجعان من كل غير ومش مايل زي انخايا انا مرتوي انسى همومي وافرج ضيقتي واستخير وسجعن عالم حاله غدا فوضى ويمني بقايل يارب ابغى قليل وكثير ولا اعطني كثير رئيس الاتحاد البلوي لك اني الله طلبتك يا العلي القدير التعي اني ما تنقد في الرفيجزة وخوي وفي ابواجب بني عمي وحق القصير واقوم في كرم تنظيفان وانا قوي ما نيمت عذر بعض الطعيف الفقير ابحتم يواجهي بفعلية وربك يو يحظي من الالده السر ما تقدم يسير الناس لتبحرها وانا بدأي نجروي السلام عليكم سلام عليكم فيكم احصل فيه سؤال يروح في السناب شات وحفظت من ابل كحل عايض من شاهر ابا الكحر يقول اصبعكم بالخير سلم عضيوه واطلم بوفون وقل عايض ابريك يسلم عليكم ويطلب شي لهم من بوفون ترى صوته مجنون ويجدوا عن التيو سلسدوا لبيضا اجمعت وجاي بلنا ما شاء الله محترم شاعر ومتاعكم نجم اسناب وعنده قصص وعندها ومذيع في بداخل حلقات اما الصوت ما اعطلوني الصوت بناخذ بعد فاصل ايه يازم بعد فاصل ايه عطر بس قصة التيو س ايه يزن بقرة التعزم احسسا صار علينا ابقرة التعزم وهنا ما ام ام اذاك ما ما انا شاده لتالع من الحمالة هو ذا بالكحل ما هو بحلنا فرأ هذا بصور بك ايه ليوم نصولها الصرح شاب كن بيه معزن بيه وشاب كن بيه معزن ذو ايه وعاقبهات مع الصباح ايه واصولها داله وفي واحدين يان طحشنا علي هو ليه ما خلط هن كلنا والله ندري لماذا خلط البيض ما زال لا حاط، اندي عازم لا يتخلط البيض لا احساد عنها بعد الفاصل هناك مفاجئة أعطناها قبل الفاصل أو نبعها بعد الفاصل حنينة اللي عزب نتها سلطان سالفت القعود اللي عزب السيارة لا يقصيدة يقول حنينة اللي عزب نتها السلطان طالبين طالبين هاي يقولون ايش قصة اللي يدعس ايش اسمه القعود بس هلناخذ فاصل سأل محمد ويريت تنزل لنا التطبيق تطبيق الجوال اللي بتابع والجمعية الخيرية اللي بالتأكيد هم شاركة انا في هذا البرنامج يلا توكل على الله وكل على الله اينما كنت وفي اي وقت تمتع بمشاهدة البث الحي لقنوات المقاب الفضائية على جوالك شاهد وشارك واستمتع نضع جديد بين ايديك التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي وابستور الجمعية الخيرية بالمزاحمية باب من ابواب العطاء تتبنى الجمعية الخيرية بالمزاحمية دعم كافة مشاريع البر والاحسان وذلك بفضل الله ثم بدعمكم انتم يا اهل البر والعطاء يقول تبارك وتعالى من ابرز مشاريعنا كفالة الايتام كفالة الاسر الفقيرة دعم الاسر المنتجة اعانة الشباب على الزواج تقطير الصائمين حملات الحج والعمرة للفقراء والمساكين بامكانكم المساهمة في دعم مشاريع الجمعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشارك واستمتع نضع الجديد بين يديك التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي وابستور الجمعية الخيرية بالمزاحمية باب من ابواب العطاء تتبنى الجمعية الخيرية بالمزاحمية دعم كافة مشاريع البر والاحسان وذلك بفضل الله ثم بدعمكم انتم يا اهل البر والعطاء يقول تبارك وبرك من ابرز مشاريعنا كفالة الايتام كفالة الاسر الفقيرة دعم الاسر المنتجة اعانة الشباب على الزواج تقطير الصائمين حملات الحج والعمرة للفقراء والمساكين بامكانكم المساهمة بدعم مشاريع الجمعية اينما كنت وفي اي وقت تمتع بمشاهدة البث الحي لقنوات المقاب الفضائية على جوالك شاهد وشارك واستمتع نضع جديدا بين يديك التطبيق متوفر على متجر جوجل плion وابستور موسيقى 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 أسرع مقدمة الله يحييكم مشاهد الكرام من جديد يرحب بإخواني اليوم حلنا معهم في استراحة المرقاب الله يحييهم في محلهم سعد أهل بريك وراشد ابن ضبان اليامي وأحمد بفهد بوفون وشباب البقمي وأيضا أنا وزميلي بندر في هذا المساء اللي نشرف فيكم أنتم مشاهد الكرام ابن عيف قبل ما ندخل في حوارات معمورنا فيه سؤال أيضا من ضمن تلبية ما تطرحون في الواتساب في تويتر وفي مواقع التواصل وفي هاشتاق استراحة المرقاب في سؤال لأخوي أحمد فهد من ضيف الله الغنامي ويمكننا سمعت القصيدة قبل وهي حق سالفة بن قويعانو الفرنسي الله يذكر رب الخير بن قويعانو ومسي على الإعلامي ضيف الله الغنامي هذا سعود بن قويعانو أنطيري نعم نعم يستاهل وشارك في شاعر المليون النسخة الأخيرة وكنا في الرياض هنا وجانا مجموعة من اللي حضروا أحد الحلقات في شاعر المليون وقالوا لقانا سعود بن قويعان فلنتر فاتحنا بابه ويرحب ويهلي ولانا سكن جنبه سكن جنبه فرنسي وتضايق من ترحيب وتضايق من الضيوف اللي يجونه وشكافة إدارة الفندق السياحة ولا نفع وبعدها راح وشكافة السياحة سبب زعاجة ولا نفع وشد الفرنسي ومشى عاد طلعنا حنا إلى أبوظبي والله والله جعل غرفتي جنبه جنب غرفته وليخليني أرقد لجود الله يجزاء خير كل شو يطق قلبه بانك هو يا ولد بانك هو يا ولد وشدني فعلها الآن ويستاهل بن قويعان ورجعنا هنا وغنيت فيها بيات يقول سكنت فلنتر ويلا عسى خير طرقي وبالراحة ولا فيها راحة الله رماني جنب واحد من المطير ومن جاوره والله اللي خلية مراحة في كل ساعة عند باب خططير مهمها المسكن وضيق المساحة من كثرة ترحيبة وكثرة الخططير راح الفرنسي يشتكي للسياحة الله يستاهل بن قويعان يستاهل وغريبا عليها ممطي عليها بالخير لا لا مستعز الله بن قويعان يجيني بحق الله ما يجيني أنا شفت الفضلوبي وشفت الموقف تقول لا طير شالو في مجموعة 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 السلام تنر في دناء مقدم اه شاعد ومين شد تقول موتر مطقت الشاكوش اه موتر تبعون تبعون حقة الشاكوش موتر موتر مطقت الشاكوش الموتر موطيت الشاكوش لندخ لا يا طرام الحين سولف عن القلب قرر سولف عن التسوش مع تذل لجبل حقي سولفت عن البل هو هو رأ أه سالف تلبل مطلوب 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 بس سالف تلبل أنا وعياله وحنا في الدين قالوا تأفزعو تجون عند البل سلطان داعس اللي واحد تمنى البكار يوم ضوة البل اعصار تالي العصرية وقوي بيفك الحيران على امهاتها واحد واحد من الشاك اي وتنطلق هكا البكرة وتنطح البل ويعلق لف موتر وقايش لنا الصندقات كايب نبوش هنا في القديم احب الله اي اي الله الله كل حدي ولو هي فرامل وينقزيه وينقز غمارته يتله يبيردعنا يبيردعنا ويتعترض قدامه ويسودها ويزود اللي يمحط من عرقيبها سملت يوم جينا وحنا نشيلها البكرة مكسن ارجولها وحنا نشاكلها وحنا نشيلها في ظهرة ديدسن اللي حالة امها كسي اي الله الله قلت حنيني هي مغرة ثلاثة بيات حنيني حنينة اللي دعس بنتها سلطان شائرة ثلاثة بيوت ايه انا شائرة ثلاثة بيوت حنيني حنينة اللي دعس بنتها سلطان على الجيب الأقشر بعد خربت فراملته دعسها مغيبة الشمس مع ضوية الرعياني بيردها الشاب كل بكر زعيته على اللي كواني كيتمالها دخان وعرق القلب فيها كور من زفر سلام الله 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 من سالم وش سالفة الإجراء سالفتكم على الإجراء كثير يطلبونها الإجراء هديتي من أموي التاكسي أهدتكم مك تاكسي ايه منطي اهام وها الحين قديها الكامر وش سويته بهاوش والله ما سوات الله وش سالفتها يقول سالفة التاكسي الكد عليها سوات الله لبان الرياض اقول تاكفيني الكامري تاكفين ايه تجملي بس هالمرة هالله تاكفيني الكامري تاكفيني تجملي بس هالمرة ترى رفيقتي بحالا شي كم جاء طبيبا ولا سرح حاله كم جاء طبيبا ولا سرح حاله قضاء في رجاء بعدين يمشي والأفكار مفترة يخش فريم شراب عين ومرضا في حرة حرة أهل البنادق منهم مقفين أهل البنادق منهم مخطين وهل السلك ما لقوا جرة حذرين وقناص حذرين ويجفوا منه صلى الله مرة تبوك عنهم يجي تسعيد وعيالهم من وراء البر تجملي بذيابي لين يرزقه من يرزق الظرة أما شروا ربع هل ادنين له جيب والكوفو ما ظرة ولا قاعد حاير ما بين قحطان وسباع والمر وسلم هذا بدر طراقي يقول نبي قصيدة سرى الموتر هي نفسها حقت ذي ولا لا حقت الشاكوش يقولها طلال أولا نبيها بس خلنا بنروح للبقيمة شباب سمت شباب ويش تبي تسمع أنت من الشعراء الميزين يا شباب ولن في طلبات لك لكن حين بنترك الخيار لك عندي قصيدة طلع عمرك في الربيع العربي فضل يقول أرخى عتيم الليل من جنحه استر واسدل على ضوح النهار بحضوره والليل لا غطى سباريتها الأقفار تبدأ في صول حكايتي مع ظهوره هالليل مرسى ستر وسباته وسراء وسرار والليل نبحر للسهر في بحوره عسعاسته مزهب مواويل سمار ودلاجته مسر السهر فوق كوره أخذ معه لنامت الناس مشوار وعشق هدوان سامه نوم نوره والبارحة عين الشقي نومها طار مطير حر انزاع وحزن سبوره وطلقت في كبدس مسراب الأفكار تاخذ ما بين الجدي وسهيل دوره عن واقع الأمة ونشراتها الأخبار اللي تحدى الشخص يفقد شعوره تناحر الأرواح في ساحة النار ورض انتهانه وعرض مكشوف عوره قاله وربيع وقلت ووراق الأشجار اللي تصاقت في الربيع وشهوره قاله وترى بعض الشجر ما لها ثمار قلت الشجر ظله غرض من يزوره قاله وتغير وقتك وصار ما صار والعش ما عادت طيوره طيوره يموت عدل وينولد شعب ثوار ويجوع شعب ويشبع الشعب ثوره قلت اشهد ان الظلم والجوع كفار ولا من ما هو حاجة هلا ضروره قاله وتشوف العالم تبيع الأعمار تمشي على درب الألم والخطورة تطلق شعارات من يمين ويسار ترهق احراسة حاكم في اقصوره ارحل شعار الشعب والشعب لا ثار ترى قل عروش وتطيح الف صوره قلت البش رياليت العقول هايجار وش صار لطاحة ديار معموره قاله ربيع وقلت لا والله عصار خلف دمار وضعف تضرب جذوره ثلثين من عشرين نار حوة أصفار ولا باقي إلا ثلث محان دوره لأن حكامه ميايمين وخيار ولأن شعبه ما يعرفون بوره شباب في قصيدة القمة مطلوبة من سالم القمة طالع عمرك يقول الآن ولا يقول القمة اللي يبيها طالت سنينة يفعل وفعله يوصل راسها القمة فعلا الماجوب والماجوب يزينه مهوب هرجالقفة ومنها قال الله النمه ولا الحسد والحسد تدبك ميادينا وترى الحسد ما يور الضام يلجم وراع الحسد كل ما حسده ملاعينه والحق طول يضخه قلبها بدمه قام يتخيل عباد الله معادينا هاللي معاديه واللي ما هو بيمه ولزاد حقده كرح حتى قريبين هخوه وابوه وبن عمه وعمه ولوله واللي تشم الناس بيدينه منع هبوب الهوام واحد شمه والواحد اللي يتذكر فايت سنينه وكم واحد يغلي تراب القبر ضمه هالة دموعه على الخدين من حينه وذكر الليالة القديمة زودت همه ودرن دنياه في دوراتها شين اليوم خمت فلان وبكرة هتخم هم أخذ العبرة وجود على دينه ولا سرى ليل نسود راسه بكمه ولحد يغره صفاوة وقته ولينا لابد قسمه يجي له من حليب أمه رحات الأيام كل تطحن طحينه مرن على يمه ومرن بلا يمه والعاقل اللي يحدد موقعه وينه قدام عينه يحطه داف ومهمه يساب قبروه في وقته في قضاء دينه وما بين تم الطريق وبين ما ما تم طريق وبين ما تم هم ما كسب سمعة ترضية محبينه ولا لقع عالم تشناه وتذمه وفوّل كتاب الحياه وفي عناوينه باب وراه الطمان وباب للقمة صح حسان صح حسان كثير فهد الروق يطلب من أحمد فهد بيت إذا جيت شربت الفناجيب هذه تغريدة يقول فرق المجالس مثل فرق الرياجيل لو ساسها من طين ولا أحجارها مجلس الأجيب تشربت الفناجيب ومجلس الأجيب تشربت الزغار ما أنا أريد تغريدة أنا أريد قصيدة حاطة قصيدة والله أن عادة أرب قمي ما خلانه شيء لا ما عليك حبت معيض حبت معيض حبت معيض العم معيض أي معيض أي ضربوا العام فقط لقيت فبوظبي طرر يمس عليكم عبد النجد الثيابي شاعر المليون والنجم مرحبا يقول الشاعر أحمد فهد وابو فوم نوري شاشة مرقاب مس عليهم أطلب من أحمد فهد يقول يبشروا بربيع ومس عليهم بالخير يقول بعض الرجال اللي يفزعت يشرح على يمن بالفزعة على هراجته معاد باقي غير يعلم فلقانا هفلان حنا اللي قضينا حاجته الله الله سلام ويقول عاد طلبوا بنايف غالن عندي يقول ميشان ملح الرفق هلي كل ناتجها نقع أبد ما حزله وأنا متني يشيل الجائرة لو لثقه والفعل الأبيض كان ما فيه صدقه لكن في تالي الزمن كل السوائر سائره المحزم المليان يلكف الندي وش ما بقى صاحبك سيف في يمينك للجموعة الغائرة لا تجرحه يكفيه من وقته غرابيله وشقه لابد ما يبهج ضميرك والليالي دائرة والهرجه اللي قلتها يا صاحبي عند اللي لقى لجرى معزة ولو فراحت ما راح الطائرة الله الله صح حسانك صح حسانك طبعا حنا هنا هاشتاغ استرحة المرقاب صح حسانك يا ابوناي اللب جميع الطلبات حنا اتفقنا على كذلك يا ابوناي نعم طلبات الجمهور نعم وسيراتهم مرة وسيراتهم تكون موجودة لم تكن شخصية فيها أخي حسين الكايد يقول بيلبهم طلبك لبوا طلبي في هاشتاغ يقول بندر رأي تايبي كرم ولا يسامر سمعني أي شيء من بوحك لو بيتين أنت شاعر قبل أن تكون مذيع ولا كفايقة الاحترام استعر هذا طلبنا كلنا قبل هذا طلب الله يطول عمره نرف الطلبات المشاهدين بندر وخلك عقل عقل بغزلية يا بندر الله يطول عمرك بغزلية أنا خاف أني أقول قصيدة طول عمرك مسح بالبساط لك شاعر من بيت شعر يا ابوناي فأعرفك وخبر الله يرحم والديك أنا ما عندي لبيتات وتشرفني اليوم لهم لبرغبات للمشاهدين أبرك السعاد طلبك على عيني وعلى راسي يا حسين ها جاء العاطنا بيتم وابشر وابشر وتم كلها الله تشين المشكلة أنك تنسح ما أعطيت لها لا تستعجل أنت لا تستعجل لا يعدد لنو لا لا بخليها في نهاية الحلقة في نهاية الحلقة أبشر لا لا هالحيب والله هالحيب تم 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 علي المرزيم علاقوة الرجال تبيع الحين أستاذ أمد خلاص زبطني بصداو زبطني بأه هناك علوم ما ندريب يقول أبيات بسيطة يقول يا سحابة جذبني بارقة في دجليل جايل له رفيف شب فلمز النار حارقة كل ملاحك الحد الرهيف قم تخيله عيني غارقة دمعها جاء على خدي ذريف قم فتح باب قلب طارقه داعي الشوق والحبة الشريف يوم كان الغرامي سارقة مع غزال الربا في وسط ريف في حبيبي علامة فارقة لفتة الريم لو حاله حيف ولقبلت مثل شمس شارقة كفت الغيم في أيام الخريف والله إني نهارة فارقة هل دمعي يا أبو عبداللطيف يوم قف الغروب يدارقة قلت يا الله لطفك يا لطيف راح أتبعد من أهل الشارقة ما تجي غير من صيف ويا سحابة جذبني بارقة رح ولا تمطر إلا فيك صديقي يا سماع بس ما رضي يا مرسل مبدع يا سماع هذي غزل وإن كان ما هيب زينا ترى المسؤولية عليك يا حسين كاي تليور ربنا طيب طيب طالد إن بيتكاخذ معه لقاء خاص هذا بوفون هل حيشف شف اسمع لني خذ مع ابو نايف لقاء خاص أنا مش كلتني ما أعرف عنه ولا حاجة لا بصيد لا ولا ولا سويا علي سويا هو لدي بوفون بوفون إذا بتسل أي سؤال وجه ولا سلاء الجمهور وجه ولا سلاء علي أسنابي طبق بسموح هد اليوم أخذت بجانا سعد آل بريك يقول لك شخصي شوي يقول لك السكسوكة خلينها لك يا أبو ليه تحسين كده زيادة طرح بروح معك قابلك الله طرح والله لحط صفر دولي يلا يقول قام يطلعش ما هم بيحبون هل بخير وش منك بقلت بخلي لك مشكالك هذا السؤال طبعا السؤال أي سؤال عبد الله بن نعيم المنشد الجميل مسعي بخير أسعد الله صباحكم أطلبوا من أبو أحمد فهذا بيض الله وجهه بظل ولي هذا يقول سلمولي على اليامي خلي جاهزة عندك وخلي يقول لي البيت اللي فيه خير وشر صراحة بيت جميل وشو البيت اللي فيه شوه وخير خور وشوه احيان درو الخير تلقى معاها شوه جي بتاع القصيدة جينا هذي قصيدة وجعت طيف الأخوان ترى لهم حق علينا واسمحونا لو أن لا أخذ راحتك جمهوركم وحبيكم لهم حق عليكم محمد الشطيطي يقول أطلب من أحمد فهد بصيدة غزلية أحمد بس خلي اسمع بيضة لوجهه مرة مرة ألغز الله يمر اللاله مرة جايح أبد أرجال هنا مش فيكم ألغز الدورة عنده الدوسر واللي بقمي مرة أنا ما أجابه دقيقة دقيقة وش معنى الدوسر واللي لانا لكم باعا طويل تدري انك هذي الثاني واحد ينكمني الليل الله يخالجنا من الليل الله يسعد اليوم يلا نبينا اسمع منه راشد راشد وشتبتسمعنا يا فو النبي غزل جاهز بيضل وجهه ايه تضريد ما أنا بجايب لكم اللي غزل ما في زعل مثل ما قلت يلا انت يا زعل هو اللي يجي من زعل ترى هو اللي يجي يقول قفلت باب الحب واسدلت السار من يوم شفت الغدر من يم الحقير طير الغلاء نفض جانحينه وطار يا صاحبي صاحبك نفسها نفس طير الله تخطي وأنا سامح وزلاتك كثار أكثر من اللي صار وش رايح يصير يصير خلاص برحل عنك واللي صار 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 من يوم شفتك جيت بالعيد الكبير الكبير زرع الغل اللي كان زاهب الخضارة بشر كبس وتعشاها الهجير حب كثبحتها بين غار وبين نار واخد جثمانه وطشيتها بير أنا فصلتك وسط المرقم القرار طويت قيدك حسب رغبات الضمير واحد يروح يمين والثاني يسار ماني عشيرك روح دور لك عشير قطعت ايه لا تعتذر معادي ينفع الاعتدار عذرك يسد النفس ويحوس المرير انت اعتبرني في حياتك شخص مار مسافر نوقف وواصل في المسير وانا بعد انك كده عج عج واغبار حشا الامير وخرج الله الامير احد عمار وصحبته واحد دمار وانت الذي من عاشرك ما شاف خير صحي الله صحي الله صحي الله صحي الله خلنا نسمع بيض الله وجهه من عند يقول الكفو من طيب بفعل السمعة وهاجة العلومة الغانمة صوب التجيم التجهة من كثر جمائلة فالعالم المحتاج اصبح اسمه في المجالس بيض الله وجهه الله الله مرحب صحي الله صحي الله صحي الله هذا طول عمرك عبداللطيف بن قويان اليام يسلم عليكم جميعا ويسلم عليك ابو سارة ويقول كرما وليس أمرا بصيدة لعل وعسى لعل وعسى الله يمسيكو ياه بالخير ورسى جميع المتابعين والله هذه قصيدة قديمة وقد ماكن حافظة بس ان شاء الله هعينها لعل وعسى لعل وعسى بين نكران العلاقة وخذلان الحبيب عشت لحظات التفاول لعل وعسى مثل ما ربك خدا فعرف ان ربك يجيب لا تحاتي عين صدت ولا قلب قسى هي كده الأيام والوقت والحظ الغريب يختلف وجه الحقيقة مع صبحة ومسا عيش عقلك عقل ناجح وقلبك قلب ذي بدحم بجنب الرهاوي ولا تشكي لسا خل شبحك لس ما فوق وقدم بالخبيب ومن يحاول يمنعك عن هقاويك يخسى لا تزعزعك النوايب يوجه ما يخيب إرس مثل طويق شامق اليمنها تغسى احفظ حقوق الصداقة ولا تبخس قريب ومن نساك ينسها على طول لمنها نسا واحترم شيبات شايب على الطاعة يشيب وجهها من الطيب من طيب معدنها اكتسى وقوم بحق الله وحق الرجال ويون طيب ولا تهين النفس حذراك وتهين أنسا أن تحاول والله اللي يقديك النصيب وما يلام اللي سعى سعي يا علا وعسنا طبعا الواتساب طبعا تدفق رسائل كثيرة بنقرة غير مكررة الآن مانا فيه هناك قصائد مكررة اسئلة مكررة لكن لفت نظري الآن اذا فيه صوت محمد محمد بسمعك مقطع على اذا تسمع هذا السلطان بنهاجي الدوسري من الحد الجنوبي وارسل مقطع لقناة المرقاب ارسل لك طيب خاني برسل لك ويطلب قصيدة في الحد الجنوبي قلوا أنا جندي سعودي الحدود الآن ويشاهد قناة المرقاب فيديو بلاير 00.00 الله ينصر 70 موجود 0000 وطبعا مرسل مقطع وبرسلك على المقطع يعني جيبوا للحد الجنوبي ندعي لهم الله سبحانه وتعالى أن الله ينصرهم ومستمتعين معهم مستمتعين معنا في هذا المساء والله يريد أن يجيهم على كل حال والمقطع إذا سمحنا نعم إذا سمح المقطع ممكن ما مرسل من جوال صعب أنه ينزل على شاشة صعب صعب أنه ينزل على الشاشة فنقول نقدر والمقطع محفوظ في قلوبنا وكلامك وصل وكلنا معكم ويشرفنا أن الرجال اللي مثلك يتابعون اللي حنا نفتخر ونعتزق وبيض الله وجيك أنت وخوياك دعواتك لكم واللي تطلب من طلبك يقول النصر يا حد الجنوب والحرب ما عنه جنوب في الراس ولا في الجنوب دون الوطن لب الرصاص النصر يا حد الجنوب والحرب ما عنه جنوب في الراس ولا في الجنوب دون الوطن لب الرصاص نقدم ولا فيها رياض كنساحت الجبهة رياض تقول كنا في الرياض ولا نتمشى في النماص ما فيه يا الحوثي خلاص حتى ولو قلتوا خلاص أرواحكم تمرن خلاص صالين ما انتم برخاص ولا بقى وقت وجيز سلمان بن عبدالعزيز ريز وجميع الفرس ريز بالراي ولا بالرصاص الله سلامه هذه اهداء لك يا دوسري سطام الدوسري وعلى روس ان انتو خيك ريز يعني ما بوفون بوفون بتسألك ريز اشي بتعال صحيح تسأل طال بينكم ابت ايو رصيح رشيد الزرامي الله يرحمه يقول لي جهل تسأل ترى ما بعد نعم طيب لي جهل تنشي ترى ما بعد ريز مثل ما تقول قد او حجم باي لغة في اللغة العمنية اللغاتنا حنة ريز يعني يعني مثل ما تقول فيه روز حتى فيه روز الذهب ما اقولها من ما اقولها من المقاص حنا نقول ريز اللي هو شي قدر حجم او قدر هذا ريز سلمان بن عبدالعزيز ريز يعني هو الحالة حجم وجميع الفرس ريز والله انه حجم بالحالة الله يطبع نعم زي زي بندغ زي فيه لهجات مثل ابك ما تستخدمون انتم ما يستخدمون ابك نعرفها ايه تعرف لا ما نستخدمها بس نعرف لهجات فيه سلمان الطيري شكرا جزيلا لك محمد الشطيطي شكرا جزيلا لك قصة السيارة جابها خلنا نحول على البوفون خلنا نحول خلنا بوفون بوفون كم عمرك بوفون كم عمرك انت الاثنين و���لاتين افنين ودراتين انت على طول حان تلمش وش دفني عرفي عليها عشر ايه طيب لا لا الانسان تطرح منها للتلاطين انا طلعت في مقطع ابوفون تقول قصة حياتك الله الله وهذا بس برد عليه اسمح لي ابوه هو طبعا ما قال اسمه يقول أنا بالنسبة لمن يكتب بيتين ليس بشاعر فأنا أعارضك الرأي من يوصل الفكرة كاملة وقد تكون قصيدة مسبوكة بعكس القصيدة الطويلة ويكون فيها نسبة حشو وخير الكلام ما قال الودل وشكرا أتمنى أن تصل الفكرة نعم أنا قلت الرأي وأنا لازلت أقوله اللي يكتب بيتين ما يقع شاعر لسبب واحد أنه النقاد والشعراء إذا جاتهم قصيدة أقل من سبعة بيت ما يقولون لها قصيدة يقولون لها أبيات هذا من القدم الجائبين نعم يقولون لها أبيات ما تقال لصيدة فأنا أقول لما يكتب قصيدة طويلة يعني لوجه تظهر يبقى هل ما قولت الشباة يلح لكن بعيدا عنه ابو فهد شاعر وشاعر جزل ويكفي الشواهد اللي سمعناها منه وأنا حقيقة أعرفه قبل بس الليلة أولا متفاجئ فيه عنده شعر بمتاني كلمة الله يطول فيه أبو فون طلع في مقطع وجلس يقول قصة حياتي لقد ترد جدا وش فيه طلعت وين تدرست وين رحت وين جيت صحيح ليش وش المصارحة دي وش المناسبة تلي والله أنا كنت جانس للعالي ودينا ما فيه حدا جامنا سبوح الناس مداومة ويوم جاني برنامج هذا السناب لقيت اللي تابعوني حول ثلاثمائة شخص من دي حوله أنا أبدأ سؤلف على ويأخذونها بني أخي ينزلونه وتروح الواتساب يوم أصبحت لي تابعوني سبعة عشرة المصارحة دي لا مصارحة دي تبعاني يا حلم في قصة حياتي ما انت يدير طيب هل تلاحظون أنه أصبح اللي يذكر قصة حياته ويقول أشياء غير هادفة يعني يسولف الناس أصبح الناس يمشون وراه ويتابعونه بكثرة واللي يرسل رسائل فيها هدف وفيها رسالة للصغار وللكبار أصبح الناس ما يتابعونه كثرة ما يتابعون صدقت لأن الناس الحين صاروا يتابعونه الشخص اللي ضريف عندي ضرافة نوعا ما فهذا الدور اللي يقوم بهنا عندي ضرافة ويجدون هناك فائدة لا بد أن يحط فائدة في الضرافة أنت تراعي صغار السن وكبار السن أكيد عن تابعينك ما أتدري وش العمار يتابعونك لا بد أنك تراعي جميع العمار وشي بورك؟ الكبار ما عليك أكيد بي بي بتقول لكن الصغار السن اللي عمره سبع سنوات عمره ست سنوات عمره ثمات ما عندي شي يخوفك ولا عندي شي يعني حتى تراعي الشي هذا الله الله بيضل وجهك أتمنى كل اللي ينجوم السنة بيراعون الأمر هذا صحيح الجمهور الشي بي يبي واحد ينسى صدق زيش؟ يسولف على كل حاجة يكون على طبيعته؟ الله الله على طبيعته طيب أنا صور معزاي وأصور السلوبي الله يكرمكم ويكرم مجلسكم أكرمت وهو سلعة سلعة رياجين فأصور هوا يعني ما أتكلف بشي أصور سيارتي اللي بني دي استيلها دخنت يا أخي سبحان الله وتكده عفوية السنة هذي يومياتي حلاوتنا العفوية التكلف والرسميات هذي ما تنفع في السنة هذي عفويات أنا مسوي رسمياتي يعني يوميات أنا مسوي رسميات دنيا لا ما أتروح وشخص زر القلابي قبل أشوفك أنا دائم طلق الله بحركاتك وحلك خلق على بيت خلق على طبيعتك بس بعضهم يعني يزودها شوي يصور في البيت يصور هو يعني من شدحن على فراش هذي أمور يعني ما الواحد ما يسوي لك لا ويطبخ ويطبخ لا ما فيه يخلق هذي يرد عليك فيها بوفون ما أسويش بالعكس أنا أطبخ ويعاون أمه يطوّل بعمرها ويطوّلها بعيد حلنا اليمن نروحنا للرحلات أنت كله بشكل عام يبنا الحلات ما هو بالله غير بيبك لا أنتم أنت من نقوم لا مشي ساعد عندك سلامشات ساعد طيب موجه رسائل لا تشرف أن أبو نايف من أنا من المتابع لكن بسألك وأنت بعد بسألك السؤال هذا موجه لكم من الجمهور أنت تطرح مسابقات في السنة ويش عندك فيها؟ عندي مسابقة الشطر آي ليش؟ كسب الجماهير؟ أمبغيت كسب جماهير الصراحة لا أنا بلي أنت أدف كسب الصراحة أراح أمبغيت كسب جماهير من عبيني يتكن أنا يتي أني يمتع أني ما يكون عندي وقت فرام هذي نمتابعين هل هو اليوم شد حيلة علينا الأشان متابعيني يستنسون وتفاعلون ويجيكم متابعين كثم استمتعوا بالفكرة حارسة يقول واحد هنا مرسل يقول بوثوم ما يفوز للعنصر النسائي ليش؟ بالعكس أنا اللي أصار فيها عنصر نسائي تقدمها مسابقة حطيت لي لجناء عشارتها لا يقولون ما يفوز للعنصر النسائي فازين مرتين بنشتغل عليكم مراقب هذا كلام ما هو أنتم مراقبون بسكوبة متأهلية أنا ما يدخل طيب أنت سعد اليوم أعلنت عن مسابقة ما هو الهدف من المسابقة؟ كسب جماهير؟ المسابقة لأنا شخصيا هذه جهة الماء عندها عامل الماء وطلبت بحكم عندي متابعين بشكل كبير وطلبوا أن يسكون إلى المسابقة عن طريقي ومن خلال السنابشات بس أنا خريص من هالناحية أني لازم أطلع على آلية المسابقة وكبيئة المسابقة لكي يحترموني الناس يجب أن يحترم المتابعين وأحترم الأشياء اللي أنا أقدم فأنا لي هدف في السناب شعب تتنوع؟ بالعكس أقل دائما يطلبوني قصيد قصيد أنا أقول ضد الشاعر حياته كله هي شعر أنا في ناس أتابعهم حياتهم يجع تراسي في القصيد أبي حكمة أبي سالفة أبي جلسة أبي فكرة بعد أخوي ما اسمه؟ موف تسجيلات أتمنى فعلا إذا كان عندهم أكيد إن شاء الله مشهور ومعروف إذا كان عندهم متابعين يحرص تمام الحرص على أنه ما يقدم اسفاه هناك مقولة من مقولات أخذها في تويتر أن البحث عن الشهرة أفقد الكثير من الرجال تزانه فيه ريجين تشوفهم شوربين وجود حالة حالة كنت سنهى خبر ترى الكرام هم وجهناه وجهناه الضيوف نحقنا السنبشات يعني أنا متأكد إنه رجل ما يحتاج حميد وخالد مهندس خالد وكلهم ربع لي استابعكم ربع لي ولا قدر أقول شي لكن أنت يتابعونك صغير وكبير لك تأذير لا تابعوك الناس هذا إلا لهم تأذير أبو سارة لهون الأخوان جلسنا مع الحق السنبشات شوفنا بعضهم لا هدف بعض المشاهير الآن يعني نقول يحبون الواحد اللي ما يحثهم على شيء في صالحهم ما يتكلم عن مجتمعهم يعني السنبشات أصبحت سلعة ومشاهيرهم الناس اللي يعني للأمانة يعني بعيدا عن ضيوفنا نجيب هنا وضيوفنا متأكدين تمام الثقة قدر استضافة ويقدمون شيء لكن هناك أقول بالعامية أخذهم السنبشات وقاموا لهم جماهير ولهم أمور وقاموا لهم يلعبون في الناس لا هدف لا كلام جميل كلام تحت الخطوط الحمرة يتكلم عنه وكل أنا شفت قبل فترة جاني مقاطع يوتيوب ناس مشاهير في اليوتيوب مدري وين وقاعدين يتسابون يقولون كلام لا حلو ولا قوة إلا بالله أنا أبي أسأل كيف كيف الناس هذول يشتغلون يعني للأسف يتابعونهم أو وش يابعون من ورنة الفيديو هذا يعني كلام بذيء وكلام يعني والله ما ينقال للأسف الشديد طيب بنت الرياض تطلب قصيدة عن الأم اللي عنده قصيدة عن الأم يلي تجهزها لنا طيب أنت يا قوفون وش سالفتك مع الأمثال أنت والله الأمثال يعني أنا شوف الأمثال وعارضها ببيتين وش ففيه مثل المشهور اللي يقول الولد بن طاب طيب الخوارق بشاعر ابن الذيب قصير فأنا معارض هذا ما أقول إنه هو غلطان لكن أنا عندي قناعة وعندي قناعة نعم فأقول رأى المثال ما هو صحيح عن كلامه لو وافقوها الناس بالكيف والكم كم واحد خاله ردي وعمامه أردى شوية هم نوس بنعم فيه تعليق بفون المثال هذا اللي تقول عادة من قصيدة كاملة راشد بني راشد بني هنا وترى ما هو بصحيح يوم يقول إن ترى دافدينوهم خايبين هي وخذت كده وبدلة والله يقول الولد اللي طاب طيبة من خواله والعمام الطيبين مساعديني هذه الأصل هذه الأصل أولي سمعتني يقول بالخوال يسال قبل الوالديني أو شي زي كده أي نعم مو صحيح أما تقول مو صحيح كلامه حلو كلامه صحيح والله يرحمه إن شاء الله ويسكن هالجنة راشد بني ذي سلمت تعالى التوضيح الجميل طيب وغيره من الأمثال اللي يتحارضها والله فيه 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 بيتين ما بمهمة لكنها أعتبر إنها نصيحة وحكمة لم يكتدش مشكلة بوفوريوم ما يكفي شيء إلي القردة إيه لقى الساعدة للبريق قدامه ولقى راحاق لا والله للأمانة تحملتك مديع لازم تتحمل لا لا للأمانة هلما تشرب وجودي صراحة انتفاجأت من بوفون صراحة يعني متحدث لبق وأتوقع إنه بيكنسل عليكم بيغضيتك أصبر لي وقتا مديع قادم بإذن الله وش البيتين؟ أقول لا تشتكي كثرة تغاريز للناس خلوك تموح دنواك فلنك يساعدك وانصاتك عقب الأمل رملة الياس عشق دبل حظك وذره يساعدك الله الله هل إذا الحظ على الدبل نرجع له نرجع له بس أنا في نسمع من شباب شباب يقوم من كازين يا شباب طيب أبشر تبشر بخير يقول يا سعود أكبر وضوحي في ثرر ماسي وموض يلي وانا طفل متوشحني ولا يكشف الستر عما بينها الأقواسي إلا القصايد بمعناها اتوضحني اللي قدحت القصايد قدح من راسي كأن القصايد على الشاشات تشرحني وأنا قصيدي ثمر وجدان وعماسي بعض الهموم وبهناديبي اتسلحني ودام ابتدى عزفي يبعودي ومرواسي يسمع شاخر تقاسيمي على لحني يحاول أسلا وسولف وأضحك الناسي والهم في داخلي يسعود دابحني يحس تسنه بصدري كات منفاسي يمرني يمسيني ومرني يصبحني أحيان تلقاني أضحك جاحد إحساسي ولا انتبه غير دمع العين فاضحني كل سبب من شبكني شبك قرناسي ووقفه وأنا في الشبك يسعود طارحني يسعود هذا سبب همي وهو جاسي بعده يعذبني وقربه يريحني يسعود رح له وقل له وين لا باسي وشف لي غيابه وش اسبابه وصارحني يما يموت الرجا واستقبل الياسي ولا يجيني منه علمنا يفرحني يسعود قل له علامه قلبه القاسي عقبله فهو المحبة ليش يجرحني إن كان يبغاني أنسى ماني ابناسي وإن كنت غلطان يقولوا له بيسام نبي منك شيلة الداهبة بصوتك مطلوبة الداهبة هذا اللاهوم الله هل يراد مااني بمنشيدي أبوه يقول أحمد فهد شيلة الداهبة رائع بصوتك بصوته رائع رائع طرعا الله هل يراد والعقدة قضاءها الله هل يراد والعقدة قضاءها للعقدة العموظين بصمعنا لا تراه طيب خلنا نرجع لهذا مستكم الله بالخير أخوي بندر وطلال وباقي النجوم الموجودين برنامجكم ممتع وإلى آخر في المديح أخوكم عبدالله بن مبروك الرشيدي من السودان شكرا عبدالله شرفنا متابعتك الله أفوان في السودان فهد البقمي طلبك نفذناه مجموعة من الطلب واش شي حقت الاسم اللي طلبتك قبل شوي منه حقت الجيب الجيب ها جدسم هاي جدسم كارابرستن ظلم معي منعطيته شي واقيش مع كل جهة يوم من اليوم أنا طالع من الدينة ورائع التزام وحاولت أجتاد من اللي أنا رايح له ويومني طلعت من ظلم متوجه للعليف قلت سر الموتر اللي ما شكتك تشكوش الله هل بعد ساتر الظلمة على كونها سدلته طي قديم الطراز قال لي لنشته بنصه نوش من النوش كأنه بكي شمل عن زلته يا بديل هاللي يمها محتديها العوش بها عيشت المهيض مغنيته اسملته تجود بهاللي من سببها غدا منهوش علشان منهي تسعة شهور حاملته الله هل يحوش السهر من شانه نوم عينه حوش ليغطل غطة طرت فيه مخيلته وفز وتركز من فراشي وهو مدهوشي خاف انهي قصر بواجب مدللته بسرع وغير امه اختلته ساوته مع المغروش على كل تأهيدي من العام جادلته عس الله يشافي كل من يشتكي ويحوش عن علته يلين يرجع العائلته وهذي حياة مغربة والحال هوش بهوش ما بين العمل وهله وليله وقائلته وسرع سرع سرع احمد نبي قصيدة ختمية احمد ما عاد عندي يا ابو عاد عندي قصاية مره غلقت عاطنا بيتي غلقت بيتي نا ابو وكل حلوة غلقت ايه ابو وكلة قلب شو بسعادك كفو والله ما عقب قصيدك ما حاد الله يطول فيهم عطني يا ابو ووكلك الختمية من عندك يا قلب مالك عن الماضي وتدبيره والناس مربوط حاضرها بماضيها لاني لما اني بغيت اسرع عن السيرة شريط ذكر الوداعي في الطاريخ احيان احس الوداعي صح تبريره واحيان احس امصيبه من يداويها وانا يوم اصد عن تحويلة الديرها خاف تجبرني لهفة الداعيها قفيت وانا التفت والقلب في حيرة مدري اعود لها ولا اخليها يا وجد حالي وجود ويالله الخيرة ويبقى لي حالي من الفرقها وتاليها واش قومني ما اعرف حزني وتأذيره والنار ما تحلق لها رجلة وواليها لا والله الا الحزن يطبع تقاريره في صفحة القلب يطبعها ويخطيها والحزن ضاله ولا تقنع تفاسيه ويتبيده مع صابك ويدنيها في لحظتي يفقد الرجال تفكيره ويضيع ما بين صائبها ويخطيها ما عاد يمديه يحسب وش مخاسيره مكنها اللي يكحلها ويعميها كلها لجل من عطة الوقت تقديره من اللي حسب وش يتواليها السهل هذه غزلية هذه غزلية هذا ميهب واضح انت تأكد كلامه معي وفي الدوسر الله يمسي بالخير كام معنا في حلقة يقول حني الدوسر في رمضان ما نقولها الغزلية لا نبي قصيدة ثانية الديرة مطلوبها الديرة منك هذا الديرة عاطنا واحدة سلم عليك يا مطلق الدعجان اللي يسمسيكم بالخير ونعم بك وبه طرق الدعجاني طرق الدعجان اللي يطلبها واعب ونقلت الشعراء وتعرضو هيا زليش يا وجه الحياة اللي يوقف تحيابه لا تحاسبني على كثرة الغلاء ودروبه رغم قسواتك معي وعودك الكذابه قابل انبكر وتسجل وقتم عسوبه الله انت حلمي في الحياة اللي تسكر بابه وان ذنبي في الزمان اللي اعجزته وانت هورة عالم المشحون الارهابه وانت واقع همي الصادق ما هو بكذوبه لا ذكرتك صرت كني من جفاه بابه عبرته غصته بحلقه والعرب حسوبه او مثل من ذاك غدرة منكفوف اصحابه ما تكفه بالوفامر البلاخنوبه ليه تفعل به كذا ونروح لك طلابه والولا سكتهل شخصك لو يصير عقوبه ايه احبك ايه احبك كثرة حبة المغترب لترابه ايه احبك كثرة حبة الطفل للعبوبه ايه احبك كثرة حبة المبتلة الهروبه يا عذاب نعشت فيه وعالمية حلابه استلذه غصب عني بس دون عذوبه اشوف احروفه شواق قلبي من ثمين من سابه واسمع الدقات قلبي يدعي المحبوبه رد رد مثلك قبل وانسى الهجر وانسى اسبابه واخذ وعد الحر مني هذه آخر نوبه والله خارجنا منكم سهلا ابن ضبان نبي قصيدتين من ببعال ليه تختار هذا النظار؟ هذه قصيدة في مدح الشيخ سيف بن محمد على شامر العجمي نعم يستاهل ولا عليكم زود الحوات الغانمة لها معرف علي اقول اخترت من فكري بنات الاصائل اصائل في المدح دايم لوائل اخترتها من فن الابداع في سيف سيف بن محمد المخلص العجمي في مدح بن عمي شموخ وتفاخر شاعر وتركيبي فلا بيات فاخر اخترتها من فن الابداع في سيف سيف بن محمد المخلص العجمي شيخنا طنيخ راسه محزم في الشدايد ما هو يحايد يوم غيره يحايد ينصى بعد طول العناوى التكاليف سيف ابن محمد المخلص العجمي شيخ ان تربع من على قمة المجد ثابت مثل ما يثبت طويق في نجد وتشوف لنظر تروس المشاريف سيف ابن محمد المخلص العجمي بضياف تهكنك على نهر دجلة واللي ازهمت القرم فزعت عجلة تدري من اللي فزعتها كان هالسيف سيف ابن محمد المخلص العجمي عجمي من الهشام ربعي وماري اللي تسلطنهم تسلطن اجباري تمت وهذه نبذة من توصيف سيف ابن محمد المخلص العجم والسلامة صحيح سلام الشاعر الكبير والقدير الشاعر غازي بن عون يمسي عليكم بالخير يقوله مسي عليك ابو حسين ومسي على الاخ طلال وعلى ضيوف كلمزيين وعلى البرنامج الناجح هذه فادرة طيبة منه هذه شهادة نفتخر فيها يا ابو عبدالله وحنا نتشرف انه غازي بن عون دعونا على ما الشاعر يعجب في برنامجنا وهذه دعوة مفتوحة يا ابو عبدالله انك تكون حد ضيوفنا وتشرف حد داليوم وابد يا ابو عبدالله نعم ارجع ليه اسمعنا يقول ياللي تبي ترتاح من كل ضيقة الحل عندي كانك تدوره الحل الحل ان يحط هموم قلبك حديقة ويحط حظك فل وناستك فل تراك بتسويه بهون طريقة بشرك ما في حطنا ولا شل جرب بنفسك والتجارب حقيقة باوردك عد الروا الصافي وعل الإنسان عثرات الزمان بطريقة تكثره ذنوب العبد وإيامها تقل أصدق نصيحة من صديق الصديقة نصيحتهم في الدين من خل تبي تريح خاطرك في دقيقة توضل لما جاتك الصديقة وصل الله سلام الله عليك راشد ابو نايف الدينة هيا هذا خليه هذا آخر واحد نبي ازهل خلينا اسمع منك فيها بيات عن الشعر يقول يلي عبثتوا في الشعر واستبحتوا شعاركم تزوير وانتم مزامير ما ماحوا من الشعر وانتم ما محتم وانا اكتشفت أحوان نصف المشاهير والله ما صدق مدحكم لو مدحتوا والناس بثل الوقت تشري جماهير يا كاتبين احساسنا وين رحتوا وخليتوا والإعلام لصوير وعوير ضويقة الشعر الجزل ما لمحتوا شاعر حروفه غير وكتابته غير يكتب مشاعركم فرح لا فرحتوا وليان جرحتوا صور الجرح تصوير شاعر شعوره شعر لو اقترحتوا مشان اقول الشعر والساحة بخير الشاعر المبدع فقط لو سمحتوا يشرع بيوته وحنا مسايد والساحة بحتوا ما شاء الله ما شاء الله عليكم صحي سانك صحي وش تبيب أنتو قل أبيه من هو أنا اللي بيكم أنت اللي تبينا أنا باقي تعطينا شيلة أنا صوتي ما بزيل لا والله زيل هلا باندن عطاني قصيدة أنا عطيت قصيدة ويعطى شيلة قل أمنا مرضى لا لا أنا لازم لازم يجيب الشيلة لازم يجيب لازم يجيب قصيد هاليون الله يقولون صوتي زيل طيب بس بشارك بشارك تشيل معي يلا 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 أبد بي الشيلة لا لا حط صادة يلا يا صادة حط الطلال يلا يا قل أعلمني بهم شاء الله يداتك والله الصوت زي عطوا لي الشيلة هنا والله الصوت زي يا بندر وانتو والله صوت زي والله صوت زي لا بالله من؟ أنا ما مشي بالغامز ولا بز غالت لا والله هو مثل ما قصيدة حش يلا يا عمبي يلا كي يوم مزعج ينفجر رأسي بالشيلة تسمعني يا الله طيب والله مدل والله يضيح والله ضيح والله ضيح يقول بنقفل أنا وراشد ومعنى راشد ومعنى ذا كلنا معاكم مرة يلا سبت ابدأ راشد ابدأ روح روح ابدأ 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 عندي كنت خير الموضة شيلة ما علاقة حنا بنقول معك بعدان يا رجل بنعلم راح راح ما في ردة راح انتو حشرني بالقصيدة ابدأ طيب مش كنت اغني لك انا ضيعتها خبروا ايش اقول والله واجد شيلة ابدأ ضيعت يا بندر لا ابدأ نغني معك يا رجل مر اخي بنتي وانك الشيلة ديك اللي تقول الله اني طالع من القصيم للرياض انه مرح مسر يا حنيني مسر داعس بنتها سلطا حنيني داعس بنتها سلطا اخسلك يلا يا حنيني نا يا حنيني انش الله حنيني حنيني داعس بنتها سلطا سلطا ما سماني حافظها ها يا جيب والله شل يا رجل والله هني دور شكل حافظها والله ما حافظ الشيلة لا اصبر اعطني شيلة والله معك فيها غزني انا ماني منشت تناحت يوم يو صاحبي وعلي خلق نعمة السر يلا يلا حاليني حاليني اللي يدعس بنتها سلطا على الجبال نقش موسيقى 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 لها الغلم وجاي الموقف عنده المتاني ينزل فيه الشعير ويقول مقدمنا موثل يقول ريوس ولان تجون متانا هلينوططي الشعير هي ودد علم اخواني قدامي اثنين يقدموني ريوس ويوم اني تعلمت قال ريوس وانا ريوس وانا دعسل بنزي ما لا لا وانا ارفع لي جعكاش تودي جيك حايفة ويتاخذ الشعير ينزلناها ويته المعزة وراها ست ويته المعزة زي ما وراها معربحة سمحت واني جاني بعدها واني جاني بعدها وانا لقوا الدعسة بل حذر مو ماقف حد المجيد والله ما في شيء قال لي يقولون خلي يسألك اننا عبد المجيد وماقف حد المجيد والله جدتها واشتنا ويا عشان سجلوه في النادي حق الكورة فانا ما سجلوه نادي مدهم والله والمدهم الرياضي ايه وحنا ما وصلوا ما عندنا لعب كورة مغر اللي يشوفون السبوك يسجلون ايه طيب حنا بنختم نشكر السادة المشاهدين على متابعتهم ويعذرون لما قرأنا رسائلهم وشكرا لجمعية البرع الخيرية بالمزاحمية وندعوكم للتبرع لهذه الجمعية لما تقدموا من اعمال خيرية شكرا لشاعر سعد البريك شكرا لشاعر سعد البريك الدوسري شكرا لشاعر راشد مضبان اليامي شكرا لزميلي طلال المرشدي شكرا احمد فهد شكرا بوفون شكرا يا شباب البقيمي بيض الله وجيدكم وشكرا للمخرجينها اليوم ختم انت يا مذيع وختم بالسناعة لا 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 ختم وختم بالسناعة ختم البرنامج جنتا مذيع وختم بالسناعة بكل الشيء استكلم كلامنا قوي ابغى نهاية قوية أليمة هم سريع صرح مذيع عقيم متابعي لنا الله نسيكم الخير حتى على أخوياك شغل السناعة كلهم كلهم مكلم هنا و هنا تفاعل واجب ما هو يلا متابعين الله مسيكم بالخير نسيكم نصل إلى نهاية نصل إلى ختام هذا الحلقة وشكرا لكم ونلقاكم في حلقة نخرى إن شاء الله ما شاء الله أصلا لنا خير أينما كنت وفي أي وقت تمتع بمشاهدة البث الحي لقنوات النقاب الفضائية على جوالك شاهد وشارك واستمتع نضع الجديد بين يديك التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي وأبستور الجمعية الخيرية